اشتركوا في القناة نص شهر رمضان كل سنة وانتوا طيبين وبتطوالى الأمسيات الرمضانية الأهلوية الرياضية مع حضراتكو عبر شاشة قناة الآلي النهاردة زي ما المهندس عدلي بيقول الأجواء الرمضانية والطبخة المسمومة الطبخة المسمومة جاية في عز شهر رمضان وجاية في توئيد أعتقد كلكم تفعينه لكن يبقى كويس إن الأهلي تأهل باش مهندس شوفوا تأهل الأهلي الحقيقة كان قاسيا على البعض بقدر ما كان يعني مبهجا وسعيدا لغلبية الشعب المصري بكافة انتماءاته ولكن يعني اللي بيسموهم شياطين الشر اللي كانوا ينتظروا خروج الأهلي طبعا أزعجهم جدا وحولهم إلى يعني حالة من الهيستيريا المحمومة والحرب الغير نظيفة بكل الأسلحة لدرجة أن أنا أشبه المشهد على فكرة المشهد اللي زي انتهت إليه المباريات المباريات المجموعة في علاقة غريبة جدا وخاصة جدا مع الهلال الذي يعني كنا ونكنه له رغم أي ظروف الكثير من مشاعر الأخوة والصداقة والتسامح والمصالح المشتركة والمصير الواحد إلا أن البعض الذي دقب في العبت في العلاقات التي تخص الأهلي مع الأشقاء طبعا كان كان دور واضح جدا 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 وهي طبخة يا أستاذ إبراهيم بدأت منذ أكثر من عام لو ترجع تاني كده بس فضلت تتصاعد وبس التفاصيل مش عايزين يتكلم غير لما نبحث في الموضوع ده كلام مهم جدا لأن هي فعلا تفاصيل فيها كتير من المضامين الغريبة والعجيبة واللي لازم أن الناس تواجهها بصراحة وأمانة شوية عشان كده حلقة النهاردة من الأهلي في رمضان مع حضراتكم هنحاول نقدم رؤية مختلفة رؤية تبحث في التفاصيل والرؤية تغوص في أعماق هذه الأزمة وما وراءها ومن وراءها أيضا لأنه اللي حصل دي مسألة مش سهلة أبدا والاتهام والتجاوز في حق النادي الآن لم يكن شيء أليل أبدا عشان كده هنحاول نستعرض مع حضراتكم تفاصيل هذا المشهد المزري في العمق لكن قبل ما نستعرض الكتير من تفاصيله خلينا نشوف الفقرة الإخبارية الأولى مع حضراتكم والطبق الخبر المهم لكل يوم اللي أكيد هتستمتعوا بالكتير من تفاصيله لكنه جاي بعد حفل كبير أنتو حضراتكم تابعتوه استضافة النادي الأهلي لأرعد بطولة أفريقيا لكرة اليد رجال وسيدات اللي هيستضيفها النادي لشهر القادم وده استمرار للدور الكبير اللي بيلعبه النادي الأهلي في خدمة النشاط الرياضي في مختلف الألعاب بشوانتس مؤكد استضافة يعني يحرص الأهلي على يعني المبادرة باحتضانها كلما سنحت الفرصة وأولا في رمضان ونشاط الرياضي بإذن الله يكون مبهج بإذن الله هذه المرة نرى جميعا الوجه الحقيقي للرياضة والتعامل مع الأشقاء من خلال استضافة بطولات كرة اليد ده كلام مهم جدا لكن قلتلك الطبق الإخبار الأول هتقدمه لنا الزميلة مريم ساميح في إطلال إخبارية مهمة اتفضل يا مريم مرحب بيك طبعا أستاذ إبراهيم مرحب بحراتك بشوانتس سعدي ورحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان طبعا زي ما حراتك قلت معانا عدد كبير جدا من الأخبار ولكن خليني أقول أننا الحقيقة محظوظة جدا أننا نكون معاكم لتاني مرة في الأهلي في رمضان أكيد يعني سعيدة جدا وفخورة جدا بوجودي معاكم نهاردة عندنا عدد كبير جدا من الأخبار متعلقة سواء بتصنيف المنتخب المصري عندنا كمان يمكن المنتخب الأولمبي أخبار عنه عدد كبير من الأخبار وطبعا هنتطرق لقرعة طبعا الأفريقية اللي كانت بتقرى منذ قليل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بالنادي الأهلي خلينا نبدأ أولى أخبارنا النهاردة البداية طبعا من الاتحاد الأفريقي الكاف واللي أعلن اليوم الخميس فتح الباب أمام طلبات تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 وذكر كاف عبر موقعه الرسمي أنه تم اتخاذ قرارا لفتح ملف استضافة كأس الأمم الأفريقية 2027 بسبب طلبات العديد من الاتحادات الأعضاء وحكومتهم لإستضافة البطولة وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الدولة التي ستستضيف كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس الأمم الأفريقية 2027 في نفس الوقت وذلك قبل شهر سبتمبر من هذا العام نروح بقى دلوقتي لأخبار اتحاد الكرة ومنتخب مصر منتخب مصر طبعا النهاردة بيتقدم أربع مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمنتخبات ليصبح في المركز 35 عالميا بعد إن كان في المركز 39 في التصنيف الماضي واحتل منتخب مصر المركز الخامس إفريقيا والرابع عربيا بعد الفوز في مبارتي شهر مارس أمام ملاوي في التصفيات الإفريقية بنتيجة 2-0 ذهابا و4-0 إيابا وتصدر طبعا الترتيب العلامي المنتخب الأرجنتيني على حساب منتخب البرازيل والذي تراجع للمركز الثالث ويأتي في المركز الثاني المنتخب الفرنسي ولسا مكملين طبعا مع أخبار التحاد الكرة من المنتخب الأول للمنتخب الأولمبي حيث بدأت إدارة المنتخبات في التحاد الكرة في فتح يعني قنوات اتصال مع المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام بالمغرب من أجل خوض مباريات ودية أمام منتخب مصر الأولمبي خلال معسكره المقبل ووفق مسؤول التحاد الكرة على طلب البرازيلي رجوريو ميكاليا المدير الفني للمنتخب الأولمبي بإقامة معسكر تدريبي مغلق للفريق خلال الفترة من 27 حتى 30 من إبريل المقبلين يتخلله طبعا المباراة ودية دولية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام كمان النهاردة ألقى رجوريو ميكاليا المدير الفني المنتخب الأولمبي محضرة للمدربين المشاركين في الدبلوما أي طبعا الإفريقية والتي بتقام بمركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم وكذلك طبعا يوناردو المعدة البدني بالمنتخب الأولمبي من اتحاد الكورة والمنتخبات نروح للنادي الأهلي والاستضافة النهاردة مراسم قرعة بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد رجال وبطولة إفريقيا للأندية أبطال القؤوس رجال وسيدات المقرر طبعا إقامتها في ضيافة الأهلي في شهر مايو المقبل حضر طبعا القرعة كل مننا محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة أيضا حضر الكابتن خالد العواضي مدير النشاط الرياضي مدير البطولة وقيادات الاتحادين الإفريقي والمصري وأصفرت القرعة عن وقوع النادي الأهلي رجال بالمجموعة التانية بجانب أندية رجاء المغربي وكيركس الإثيوبي وفاب الكاميروني وسبورتينج وأصفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية أبطال القؤوس للسيدات عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة التانية بجانب أندية طبعا بريميرو الإنجولي وهبتا كود بوار وفاب الكاميروني وأوتوه الكنغولي وبمناسبة قرعة بطولة إفريقيا طبعا لكرة اليد بالأمس أجريت قرعة دور منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم وأصفرت القرعة عن مواجهة قوية ما بين النادي الأهلي ونظيره طبعا الرجاء المغربي في ربع نهائي المسابقة القرية حيث تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يعني يومي 21 و 22 من إبريل الجاري والعودة في المغرب طبعا هيكون يومي 28 و 29 من إبريل الجاري وفي حالة طبعا تخطي الأهلي يمكن في الدور أو في هذا الدور تحديدا هيواجه الفائز من مواجهة الترجي التونسي وشبابة القبائل الجزائري في الدور نصف النهائي تاريخيا طبعا واجه النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي في 9 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي حقق طبعا الفريق الأحمر الفوس في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر في مباراتين فقط وأحرز الأهلي في شباك الرجاء المغربي 17 هدف واستقبل 16 هدف لسا مكاملين طبعا أخبارنا مع دوري أبطال إفريقيا والمراضي مع المتقلق الفولت العالي محمود كهربا نجم النادي الأهلي حيث أعلن اتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر عن حصول هدف كهربا الذي سجله في مرمى الهلال في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على جائزة أفضل هدف في دور المجموعات بتصويت الجماهير واستعدادا لمبارات نهائي كأس مصر رفع سويسري طبعا مرسال كولر المدير الفني الفريق شعار لا وقت للراحة ورفض منح اللاعبين راحة عن التدريبات اليوم الخميس وقرر أخوض التدريبات استعدادا لمواجهة بيرميتس في نهائي كأس مصر في المباراة التي تجمعهم مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة وكان الأهلي طبعا قد حقق فوز كبير على غزل المحلة بثلاثية نظيفة أمس في المباراة التي أقيمت بينهم على استاد القاهرة في الأسبوع الثلاثة وعشرين لبطولة الدوري الممتاز لطبعا يعني رفع بكده الأهلي رصيده لسبعة واربعين نقطة لواصل انفراده بقمة ترتيب الدوري كمان شركة تذكرتي أعلنت طرح تذاكر نهائي الكأس بين الأهلي وبيرميتس وكشفت الشركة عن إطلاق تقنية جديدة من أجل محاولة حل أزمة الضغط طبعا على حجز التذاكر في المباراة الهمة لخدمة طبعا جديدة تحاول توفير مبدأ تكافؤ الفرص للجماهير التي ترغب في شراء التذاكر حسب بيان طبعا شركة تذكرتي وأخيرا النهاردة كمان الفريء الأول لكرة السلة رجال بالنيدي الأهلي يخوض تحدي مهم جدا عندما يلتقي مع الزمالك في أول لقاءات الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين والذي يقام بنظام باست أوف فايف والمقرر طبعا أن تنطلق المباراة في الحدي عشرة مساء وتقام على صالة برج العرب بالأسكندرية ويسعى الفريق إلى الفوز بها وتحقيق ضربة بداية قوية في نصف النهائي وتقام طبعا حاليا مباراة الفريق الأول لكرة اليد الرجال بالنيدي الأهلي مع البنك الأهلي رابع لقاءاته في الدورة المجمعة لنهائي بطولة الدوري وبتقام حاليا على صالة الشروع وتمثل المباراة مهمة كبيرة جدا ومحطة كبيرة جدا للفريق في مشوار المنافسة على اللقب يمكن دي كانت كل أخبارنا اللي معانا النهاردة ولكن يعني حب أسأل لبشوان سعدلي سؤال هم جدا لباعه الطويل في العلعاب الأخرى داخل جدران النيدي الأهلي طبعا يمكن إقامة بطولة الأفريقية أو السوبر الأفريقي طبعا لكرة اليد واستضافة النيدي الأهلي لهذه البطولة وأيضا بطولة الأندية أو يعني الأفريقية الأندية كأس الأبطال أكيد حدث هم جدا مشوان سعدلي يمكن كل الأنظار هتتجه لمقر النيدي الأهلي بالجزيرة خلال فترة المقبلة وسائل إعلام كل الفرق المشاركة في هذه البطولة أو البطولتين هيكون لهم تغطية كبيرة جدا وهنشوف أكيد استضافة النيدي الأهلي بيدعكس بشكل إيجابي جدا وكبير جدا على وسائل أعلام المختلفة شوفي أولا مجموعة حفلة من الأخبار وجولة بين المنتخب المنتخبات الأول والأولمبي وأيضا مجموعة من الأخبار عن كل الألعاب سلة ويد وكرة قدم تخص النادي الأهلي بنسبة لفكرة يعني ترحيب أو اندفاع النادي الأهلي في استضافة البطولات وتنظيمها هو بيتتصق تماما مع مسؤوليته وسياسته واتصاقا أنه ماشي مع الدولة كدف بكدف يعني النهار ده احنا بنشوف الحرص الشديد من كل الدول الأفريقية على استضافة الأحداث الرياضية فلما تيجي الدولة وهي واخد هذا الطريق وعمال بتصديف البطولات ويأتي الأهلي عشان يساعد على مستوى الأندية بقى أنه يصديف البطولات دي أولا بيجعل الرياضة المصرية في دائرة الضوء سانيا بيزيد من حظوظ الفرق المصرية في الفوز بالبطولات سالسا بيزيد من خبرة وتكريس الخبرات في تنظيم البطولات في الألعاب المختلفة خطوة خطوة مهمة جدا جدا أثق أن النادي الأهلي سيوديه على أعلى مستوى من النحية التنظيمية كل ما أتمناه الحقيقة أنا شفت القرعة سواء في كرة الخدم التي أوقعت النادي الأهلي مع الرجاء اللي هو أفضل أداء في دور المجموعات يعني بحكم العلامة الكاملة وال وال والعدد الأهداف التي حرصها يقدم مستوى رائع جدا ولكن احنا دخلين على مرحلة تحديد البطل هتقابلني النهاردة العجل البكرة يعني وإذا فاز الآلي كما نتمنى سيلتقي الفاز من الترجي وسيمبا التنزاني إذن هو في طريق ترجي وشبابة القبال آسف وشبابة القبال سيمبا مع الوداد يعني التماشي واخد شمال أفريق لحد الفاينل فالتحديات الكبرى هي اللي بتخلينا في حالة من التركيز أنا أحب التحديات الكبرى نخش بقى على كرة اليد هنجد أن القرعة أيضا أوقعت الرجال والسيدات في مجموعة قوية يعني إنت لما تقولي أقوى الفرق طبعا كان ممثلي مصر وتونس الترجي اعتذر كنت أتمنى استمراره كان حيثري البطولة طبعا فيبقى ثلاث فرق من مصر الآلي والزمالك و سموح الثلاثة دول هما في بالمنطق بحق ريادة النادي الآلي في كورت مصر في كرة اليد الفرق يعني من أقوى الفرق بلاش نقول أقوى يعني فالآلي هو وسبورتنج في مجموعته والسيدات أرعتها أصعب شوية لأن أنجولا في كرة اليد أيضا في السيدات حاجة تهيلة جدا ولكن مثل هذه الصعوبات هي التي تخلق المنافسات القوية وتسير الحماسة وتدي الخبرات الكبيرة التي نتمنى تكون فنية وإدارية ويستطيع النادي الآن يحقق يعني بطولة هولا بطولة السوبر يعني مجموعة من التحديات خلال شهر إبريل كبيرة جدا كرة السلة أيضا ينتظرها تحدي النهاردة والتر هودج عاد إلى بلده وعاد المحترف السابق تونسون مايكل تونسون يعني بإذن الله يعني هو كان قرار في حكمة شوية تجيب نفس المحترف اللي كان معاك عشان يفضل على قدر الانسجام والاندماج ما يبقوش في غرابة ونتمنى له التوفيق لأنه الحقيقة لما مشي تونسون كان بدأ يتقلق أداء فنرجو أن يعود على هذا الأداء ويكمل مسيرة والتر هودج ويستطيع كرة السلة أن تكمل مشوار السعادة مع جماهير إن شاء الله وإن شاء الله نشوف النادي الأهلي الأيام المقبلة على قدر المسؤولية زي ما نحن متعودين نايمان وتكون بطولة كبيرة أو بطولتين كبيرتين بتقاوم على مقار النادي الأهلي بالجزيرة زي ما النادي الأهلي طبعا دايما معودنا بشكر حضراتكم مرة تانية أعزين بقى لوناشت بقى إن كان فيه حضور جماهير يابراهيم بقى آخر حاجة إن جماهير تيجي بنفس الوعي بنفس الحماس بنفس المسؤولية علشان نكمل مشوار نجاح لحضور الجماهير طبعا شفنا صورة مشرفة جدا الحقيقة أستاذ القاهرة نرجو أن هي يتم تكرارها أكيد داخل جدران النادي الأهلي ومقار النادي الأهلي بالجزيرة بشكر حضراتكم جدا بين كل الألعاب سواء في الأهلي أو المنتخبات الوطنية والإشارة إلى أرعة بطولة أفريقيا لكرة القدم دور أبطال أفريقيا الأهلي مع الرجاء ورجال كرة اليد الأهلي معه الرجاء كل الأمل وكل الرجاء إن شاء الله بالتوفيق للأهلي لكن زي ما قلت لكم في البداية المشهد مشتبك جدا ومرتبك جدا في الكرة القدم وأيضا بعد المباراة الأهلي والهلال وما صاحبها من بيانات وانزعاجات واتهمات وافتعالات وافتعالات وأيئات خطها تلاقي في استيعاب عشان كده كان من المهم جدا النهاردة تكون لنا رؤية مختلفة شوية رؤية في العمق رؤية في موراء الحدث وموراء تفصيلاته عشان كده هنطلع لفاصل بعد الفاصل هنستقبل ضيف مختلف ضيف نوع مختلف الكاتب الصحفي والمفكر الكبير الأستاذ صلاح سالم بالأهرام صلاح سالم واحد من المفكرين الكبار الذين ينظرون دائما لكل الأمور في العمق بعد الفاصل مع الأستاذ صلاح سالم رجعنا لكم ومعانا ضيف ذو مكانة خاصة مفكر سياسي اجتماعي ممكن رياضي ايوه صور هو كل هذا وقبل هذا هو الحاصل على جائزة الجائزة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من من سنتين يمكن أو ثلاثة والآن هو يحصد جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية وبإذن الله محدش عارف بعد كده في ايه أهلا بيك المفكر والإعلامي الأستاذ صلاح سالم أهلا بيك يا شواندس كل سنوات طيبة أهلا بيك أستاذ صلاح وكل سنوات طيبة كل سنوات طيبة يا صديقش رمضان كريم ولعلك متابع المشهد الرياضي صحيح عن بعد لكن في عمق شوية عجبني كلمة عمق دي لأن يعني أنا لما بقرالك بقاس أن أنت دمني عايز توصل لحاجة الناس مش واخد بالا منها مش رادية تروح له ما هو ده دور الفلسفة والتحليل الفلسفي لازم نشوفه أبعد شوية وطبعا المشهد الرياضي بالنسبة لي كوني أهلاوي لا متابع ومس مش بتابع عن بعد متابع بشغف ويعني أصدقك القول لأنه المسافة الزمنية بين التعادل مع سانداونز في القاهرة ثم لقاء الهلال السوداني كانت بالنسبة لي فترة بيات شيء خطيرة آه فترة من الاكتئاب والتوتر والقلق يعني أنا بعرفش دايما عنوان الأهل عندي أنه ملك إفريقيا ملك إفريقيا المتوج ما بيتوج أنه بيصل للحظات الأخيرة للأمطار الأخيرة لما بيخرج من السباق ده بالزمن عندي شوية ما ينفعش يخرج بدري لا ما ينفعش ما بينفعش الحياة بالنسبة لي بتفقد شيء من بعضا من مذاقها يعني أنا مرة حكيت للأستاذ إبراهيم مرة ومرة كتبتها في مقال لو حضرته تذكوره أنه هدف أبو ترجى في السفاقس التونسي اللي جابنانا بتورة 2006 كان له دور مهم جدا وحاسم أن أنا أحسم قراري ببدء مشروع ثقافي أو كتابي عن الإسلام كنت بعد محاضرة البابا بنت كتوس 16 أمام طلاب جامعة هنزبيرج ألمانيا المحاضرة اللي انتقد في الإسلام بشدة واعتبر أن الخلاص مجرد خاص حصرا على الكاسوليكية وحرم منه حتى البردوستانت والإسلام كان فيه ضجج كبيرة في العالم الإسلامي وفكرت أعمل كتاب في الموضوع والحق شجعني السيد عمرو موسى كان أمين عام جامعة الدول العربية وقالي أنه لو أنا قدرت أكتب هذا الكتاب الجامعة هتساهم في ترجمته لأنه كنت قدت عنه مقالة في الحلندنية ولقت إعجاب شديد وكلمني بعدها وشجعني عن الفكرة لكن برغم هذا فضلت متردد تردد شديد لأنه القدام على تأليف كتاب عن الرسول أو عن الإسلام لحد من خارج الحقر الديني كمهمة تبدو عسيرة ومخيفة أنا تحيابت لدرجة أنا فضلت أفكر من سبتمبر لحتى ديسمبر تاريخ ماتش الأهلي والسفاقسي في تونس وأقسم أكتب أفرج على الماتش ده في النادي الأهلي أنا وإخواتي وزوجاتهم وبنتفرج على الماتش وعديل لحد ديها 94 لحد ما بيجي الجول طبعا بيضج وبنفرح وبنحتفل وبعد ما يعني بخرج من هذه من سكرة الفرح بلاقي نفسي باخد قرار اللي أنا كنت معطل من ثلاث شهور بفكر فيه أعمل ده ولا ما أعملوش لقيتني في اليوم التالي على طول ببدأ فيك تأليف كتاب محمد نبي الإنسانية وهو من عز كتبي إلى نفسي ويمكن ده الكتاب اللي الطبع مره وطبعتين ثلاثة لأنه جون أبو تريكا أداني شعور عميق أنه لا مستحيل وأن كل شيء ممكن وده هاجس نفسي أو باعث نفسي يحفز أي إرادة أي شخص هو منسمى قد كان فأنا علاقتي بالمسألة الأهلي ده جزء من تكوين النفسي بنتباتل ده العمق اللي بنتكلم فيه رابط كثير من الأمور اللي تبدو بعيدة جاء حقيقة هي واحد بيتثارج اللي تقول لك لكن أنت رابطها بعمق فلسافي أنه لا مستحيل على هذا النحو إيه اللي خلينا نفكر فيه مستحيلات أخرى أصلا وعلا المستحيل واحد والممكن واحد لكنه يتفرع إلى مجالات كثيرة جدا وفيه شخص يعني المحفزات اللي تمنح الإنسان الإرادة والدافع كثيرة واحد ممكن شديد الإيمان فدافعه دافع إله دافع متافيزيقي في واحد مثلا بياخد قوته النفسية أو دوافعه الحق الأساسية من انتماؤه لوطن معين لفكرة معينة لمبدأ معين لإديولوجيا معينة فمتحركوا فبيخدمه ودايما أنه وجود الدافع هو اللي بيوصل لأنه فيه حركة الروح الروح ده شيء كامل بيوازي حركة الجسد يعني قمة الفعالية الإنسانية وقمة الجمود الإنساني الفاري فيه أجسدنا واحدة ظهريا لكنه بيحركنا من جوانا حاجة اسمها حركة الروح أنت عندك إلهام عندك حوافز عندك إرادة ولا هذه الأشياء غير موجودة فيبقى الجسد يبقى صامت الإرادة هنا تبقى مقتولة الحافز ده أنت ممكن تبقى عالم الحافز ده يحركك إنك تعمل نظري علمية ممكن تبقى لعب كورة فالحافز ده ينتجك إنك تحمل هدف جميل أو تاخد بطولة مهمة الحافز ده يبقى في الفكر إنك تبدأ مشروع يتبدو بالنسبة لك جسور أو متجاوز أو بتتهيبه الحافز يخليك تشعر بالرغبة والإرادة إنك تنجزه فالرغبة ده جزء من حركة الروح اللي بتجتمع الإرادة في بوطقة الروح ويشعر الإنسان أنه قادر على تنفيذ أي فكرة الإحساس بالقدرة هو أساس كل عمل ناجح أي أن كان شكل هذا العمل في الكورة في الفكر في الفلسطة في أي مجال الجملة اللي بتقول المستحيل ليس أهلويا ألهمتك ولكن هنخش في تفاصيل كتير لأنه عايزين نخش فعلا في أعماق المشكلة الأنية اللي أنا بشوفها أبعد بكثير من الرياضة وكرة القدم وعلينا أن نتنبه ولكن بعد ده كلام مهم جدا يا أستاذ صلاح لكن هنذهب سويا إلى ملعب مختارة تيتش والزميل محمد توفيق عشان يطلعنا على كل تفاصيل مراني الأهل اليوم عقب سلسية المحلة بالأمس مساء الخير يا محمد صدق مساء الخير يا أستاذ إبراهيم تحية الحضراتك وبش مهندس عادلي بالفعل عقب انتهى مباراة المحلة والفوز بسلسية نظيفة في مباراة الجولة 23 من الدور المصر الممتاز الفريق على طول بدول راحة بدأ الاستعداد بإذن الله لنهاء الكأس أمام بيرامدس والمقرر لها بإذن الله تساعة والربعة مساء على استعداد القاهرة يوم الأسنين المجبل بإذن الله كل التوفير للنادي الأهلي وإضافة بطولة جديدة لرسيط بطولاته وإن شاء الله عاود بطولة الكأس بعد غير الفترة لدولاب بطولاتنادي الأهلي مرة تانية يمكن الفريق بدأ على طول استعداده مباشرة النهاردة فيه تمام التساعة مساء كان فيه محاضرة للجهاز الفني بالفيديو اللي بحلل فيها أداء الفريق سواء في مباراة الأمس أو المباراة الماضية وكمان فريق بيرامز واتكلم عن أهم نقاط القوة والضعف الفريق ودي بداية سلسلة إن شاء الله التحضرات والمحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو للفريق من بعدها نزل الفريق للملعب يمكن تدريب بقى كان خفيف جدا أو تدريب استشفائي للمجموعة اللي شاركت بشكل أساسي فيه مباراة الأمس وباقي المجموعة بتخوض حاليا مران قوي جدا على أرضية ملعب مختار التتش هنا بالجزيرة أبرز ملامح التدريب اليوم هو عودة محمد الشيناوي للمشاركة فيه التدريبات الأساسية وكذلك طهر محمد طهر يمكن تم إراحتهم إلى أيام الماضية طبعا النظر يتعرضهم لبعض الإجهاد ولكن موجودين مع الفريق بإذن الله الفريق بإذن الله يكمل برنامج أداد ويمكن بكرة هيكون بإذن الله أجازة من التدريبات ومن سامة من يوم الأسنين ويوم السبت ويوم الأحد هيكون التدريبات النهائية بإذن الله استداد لمباراة الأسنين أمام برامدس كل التوفيين النادي الأهلي وإن شاء الله يكون قادر على حسم بطولة مهمة جدا وتكون أول بطولات الموسم بإذن الله للفريق كلمة ليكم متفضل شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق أنت عايز تسألها الحاجة بشو أنت لا أنا عايز عايز ناخد من الكلام طيب في قديدة على المصابين يا محمد قبل ما تقفل هو ليس معنا يا محمد معك يا محمد باش مهندس عادلي ممكن زيما مع حضرتك كانت الإصابيات الوحيدين أو الغياب الوحيد كان فيه صفو فريق كان محمد الشيناوي وطار محمد طار الحمد لله حالتهم الحمد لله مستقرة جدا وبقى كويسين وجهزين للمباريات يمكن محمد الشيناوي بشارك بشكل أساسي في المرانة النهاردة بشكل تام وكمان طار محمد طار داخل خلاص التدريب الجماعي بكده يكون بإذن الله يعني الكامل اللاعبين لا 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 يا حريبي فين محمود متولي ماذا عن محمود متولي موجود بالفعل عقب مباراة عقب مباراة الهلال السوداني بالفعل محمود متولي موجود في التدريبات الجماعية موجود بشكل كامل جاهز من ناحية الطبية وكمان ناحية الفنية دخوله والمباراة من عدم وأو مشاركته ده أمر فني بحث متروك للجهاز الفني ولكن من من الناحية البدنية والعلاجية أو الإصابة هو جاهز بنسبة 100% وإن شاء الله يكون موجود مع زميله خلال المباراة القادمة خاصة مع ضغط المباراة كاس مصر بعدها الدوري وكمان دور أبطال أفريقيا إن شاء الله كل اللاعبين يكونوا موفقين وكونوا تحت أمر الجهاز الفني وإن شاء الله دايما النادي الأهلي يبقى كل يوم بطولة كل يوم بطولة جديدة يعني يحصدها ويسأل كل جميع النادي يعرف كل مكان وقد أعمل في المقدمة أستاذ إبراهيم باش مهن يسعر شكرا جزيلا للزميل محمد توفي من ملعب مختار التيتش بالنادي والتطمين حضراتكو على استعدادات الأهلي لمباراة بيرامدز ومشاركة جميع اللاعبين بما فيهم الشناوي وطاهر محمد طاهر بعد شفائهم وأيضا انتظام محمود متولي في التدريبات شكرا جزيلا أنا فاروق سالصلاح عودة على الحوار العميق اللي كان بينك وبين المهندس عدلي وإنه مفيش مستحيل وإنت واحد من المعنيين بتخصص شديد في العلوم الاجتماعية ظاهرة جمهور الأهلي جمهور الأهلي في وقت قصير جدا يتم طرح التذاكر خمسين ألف ما شوف نهاش في الملاعب من أكتر من عشر سنين مباراة كانت تبدو صعبة منافس برضو أحطها الكثير من الجدل والمشاكل لكن الهبة الأهلوية للجمهور في شهر رمضان والناس تتدفق من المحافظات ومن الأقليم وتفتر في الشارع وتفتر في الأستاذ تفسير الاجتماعي لظاهرة جمهور الأهلي أكيد لها عندك عمق شوي شوف الجمهور بالنسبة للأهلي هو الكنز المفقود اللي هو بحث عنه لما احتاجه فوجدوا للتو يعني العامل رقم واحد في بنية الشخصية الأهلوية لو جاز لنا هذا التعبير وبنية مفهوم الشخصية ده مفهوم اجتماعي وسياسي ينطبق على كيانات فردية وجامعية مختلفة يعني في شخص شخصية في مؤسسة لها شخصية في نادل شخصية اللي هو بقال لها مجموعة سمات معينة منها مسألة الإرادة والقدر فالجمهور بالنسبة للأهلي وكنز المفقود والعمل الحاسم في تكوين شخصية لأنه رصيد معنوي قديم في فرق منفسة للأهلي أو يمكن أن تنافس الأهلي لديها من الملاء المالية ما يعادل الأهلي وربما يفوقه تقدر تعمل ملاعب جيدة جدا توازي الملاعب اللي بيلعب عليه الأهلي وقد تفوقه تقدر تدي تشتري لعيبة بأتمان وبتكلفة تعادل الأهلي وقد تفوقه وتدفع لهم مرتبات ومكافآت وحوافز تعادل الأهلي وقد تفوقه لكن ما لا يمكن يشترى في هذه اللعبة كلها ما لا يمكن يشترى بالمال هو الجمهور والجمهور ده رصيد رأس مار رمزي ورصيد معنوي قديم والحقيقة جمهور الأهلي بينسجم شوية مع طبيعة الشخصية المصرية الشخصية المصرية شخصية منسجمة الوطن المصري بحدوده القديمة والمعروفة من العهد الفرعوني معروفة والنسيج المصري نكيد نسيج مشترك مفهوش انقسامات حد حتى مسألة الهوية الدينية بين المسيحيين ومسلمين لا يمكن تميزها إلا بعملية فرز ونظر في البطائق طبيعة الجمهور في العالم كله إلا في مناظر غالبا جمهور كل فريق إما بينتامل المدينة اللي هو بيمثل هذا النادي زي مثلا في أسبانيا الفريق برشلونة وفي كتالونيا ريال مدريد في أسبانيا في إنجلترا من دامانشستر هنا وإيفرتون ارتباط جغرافي ارتباط جغرافي بمدينة معينة وفي بعض المجتمعات اللي هي مش منسجمة اللي هي الأكثر المجتمعات المأزومة بتلاقي مثلا زي اقليم البسك في برشلونة ده بمس مدينة برشلونة ده إقليم البسك كله وبيعبر عن حالة اعتراضية في السياسة تواجه حالة ريال مدريد لكن قليل من الأندية قليل من الأندية اللي بقى عنده جمهور على المستوى القومي يعني الجمهور الأهلي هو جمهور قومي مش جمهور مدينة ومش جمهور مقاطعة ده هم جمهور موجود على كل الأرض المصرية هو ليس جمهور لا يمثل جمهور فيها بحالة من الأحوال ويعتبروا الأهلي وحالة مالوش مساحة جغرافي لا ومتمدد حتى فيه زدواجي يعني زمان أنا من المحلة فكنا نروح هنا لإستاد يعني أنا مشجع المحلة ببلدنا وأنا شوية حاولت أتمرن في فريق 18 ودرى من الحال اللي اختر من أسبوع عاماشر يعني كانت في محاولة إنه كل لعب لكن فشلت فكان بنشجع المحلة بشكل طبيعي بس أنا مشجعه كفريق تاني للأهلي يعني حتى يوم لما يجي الأهلي والمحلة يلعبه فكنا بنشجع الأهلي لأنه الأهلي هو بنفس على البطولة ولو تشجعنا الأولين لكن ما فيش ما يمنع فيما بعد الأهلي إنه نشجع المحلة فإحنا محلوية بعد الأهلي وفي اسكندريا هذه الظاهرة موجودة وفي معظم عقلي مصر اللهم فيما الحزام بتاع بتاع قناة السويس ولذلك الظاهرة دي بتاخدنا أحيانا واحدة من التروهات يعني واحدة من المقوالات المزيفة إنه الحالة الجماهرية العامة اللي بيكسيتها جمهور الأهلي بيفترض أو بيسميها البعض بغرض إن دي حالة شعبوية ويحاول يعمل إنه جمهور الأهلي ده لأنه من عموم المصريين عموم الشعب المصري ده حاجة عظيمة وكأن هو الحاجة العظيمة دي أحيانا تذكر على سبيل السلب على سبيل التشوية بمعنى إنه يعمل إنه دول العامة يجري فيه انقسام رأسي وكأن الجمهور ده هو جمهور العامة وجمهور الفريق المنافس وبين الجمهور إنه ختاب دي من قليلة وإن الجمهور هو القاعدة العريضة فينظر إليه وكأنه لأنتو الجمهور الواسع العريض فإنتو العامة لكن إحنا طبعا دي أجذوبة يحول الشعبية إلى شعبوية إلى شعبوية بدليل مثلا أنا واحد من الناس عندي أربعة إخوتي إحنا تلاتة أهلوية صميم مش بس أهلوية أعضاء عاملين في نادي الأهلي ولينا أخ زملكاوي وزملكاوي شديد جدا ده موجود في البلد يعني فما فيش أي انقسام لا ثقافي ولا اجتماعي من أي نوع هي الأهلي بيمثل حالة حالة عامة وده يمثل حاجة دايما في المجتمعات مش انقسام رأسي بقى انقسام أفقي المعنى أنه دايما فيه حاجة اسمها الطياري الأساسي وفيه حاجة اسمها الطيار الهامشي فيه متن وفيه هامش فيه طيار أساسي وفيه طيارات بتبقى طيارات فرعية مفهوم الإرادة عندما أحلام الناس البسطاء في المتعة والرغبة فيه الانتصار الأهلي وصل لهذه الحالة مش لأنه أقل في تمثيل بيمثل درجة أدنى اجتماعية وثقافية لا بيمثل الحالة العامة للمصريين رغبتهم فيه الانتصار وقدراتهم عليه والحلم بالتفوق وشانك تقول بيمثل الطيار الأساسي في المجتمع المصري مش الطيار الشعبوي أو العوام في المجتمع المصري وده فارق مهم جدا عايزة أقول لك أنه إحدى القنوات العربية الرياضية الكبيرة اهتمت بقياس الرأي العام الخليجي نسبة الأهل والزمالك فيه لأنه دي مقولة برضو بتطلق كده بدون أي تدقيق أو حتى تحديد كانت النتيجة في الاستطلاع ده إنه 81% من المهتمين بالكورة في الخليج العربي أهلوية و19% زمالك وده عكس ما يتردد ويروج لا وانا عندي موشر تاني خالص ده قياس مهم على فكرة ده قياس مهم لكن عندي موانا مؤشر أكتر منه ببنر مرضو أشارتوله في مقال قبل كده إنه في أنا أحصيت وقد أكون جاهلت بعض الأشياء فيه ثمن أندية في العالم العربي بيحملوا واقع بالأهل لا ده حاجة وعشين ده تيمونا باسم الهل ده السيدان لوحده فيه ثمانية يعني أنا أعرف أنا أعرف واحد فيه يعني أنا أحصيت واحد بليبيا فيها اتنين أهل ترابلس وأهل بنغازي أهل صنعاء في اليمن أهل غزة في فلسطين الأهل البحريني والقطري والسعودي وأهل دبي وكل هؤلاء دي الأنديية الكبيرة على الأقل ماذا تمثل هذه المعلومة دي فكرة رمزية بترمز الأشياء الأهل في الحقيقة بيمثل مصر في أفضل عصورها مصر الأهل واحد من المؤسسات اللي هي بتعبر عن الشخصية المصرية في زر والتقلق في مرحلة ما يعني في على أقل طول القرن العشرين مصر خلال عصور سواء قبل ثورة يولو بالتمدن وبالحداثة وبالاستنارة بعد ثورة يولو في الأفكار السورية والإيديولوجيا القومية والحركة التحرر الوطني كانت هي القائد للعالم العربي تقود حركة العالم العربي حركة التحرر الافريقي كات الدولة النموزج ليها منتشرة في العالم العربي ومنتشرة في القارة الافريقية ده إنعكس إنعكس في أمرين العرب نتيجة القرب السقافي بدأوا ينتجوا يبنوا أندية وتيامونة باسم الأهلي يسموا أنديتهم باسم الأهلي في أفريقيا ترسخت القناعة بالأهلي هو نادي القرن الأفريقي وترسخت قناعة بالتدريج أن الأهلي هو كبير القارة الأفريقية وسيد القارة الأفريقية الأفرقاء يرونه هكذا والعرب يطلقوا عليه بيطلقوا على اسمه على أهم أنديته ده تعبير في الحقيقة عن مرحلة الانتشار المصري عن قوة النموذج المصري الأهل لا يزال واحدة من المؤسسات التي تعكس جاذبية النموذج المصري وهذه قيمته التاريخية ورصيده المعنى طيب نرجع تاني برضو عشان نربط الأحداث بفكرة المستحيل اللي ألهمتك من خلال هدف في وقت مستحيل تقريبا وانت برى البطولة يجيب تريكا يجيب جون يؤدي أنك يعني تكسب وتنطلق وتضيف الألقاب لما حدثت الهزيمة الصعبة القاسية من سندونز الكثيرين تحدثوا الأهل يستكمل مشوار الانهيار فتكتشف أن النادي الأهلي منذ هذه الهزيمة يحرز في ثلاث مباريات عشر أهداف ولا يتلقى أي هدف أكتر من كده أنه بيحقق العدد من الأهداف اللي يسمح له أن بهذه الانتصارات يتأهل فده بيرصخ أيضا فكرة أن الأهلي بقى لما يواجه ما يبدو مستحيلا يقر هذا الظن شوف المؤسسة الناجحة زي الشخص الناجح لا يعني أنه لا يواجه عصرات أو لا يواجه كباوت بس هو الفرد اللي عنده إرادة زي المؤسسة المستقرة اللي عندها رؤية أن هي لما تقدر تواجه نوع من الفشل تقدر تتجاوزه بقوة التنظيم والاستقرار وإعادة ترتيب الأولويات أنا لما لها ليتغلب من سندون طبعا هزيمة مزلة لا أخفيك أنا شخصيا شعرت بالانكسار وبعت ثلاث يام مش بنامي أنا فعلا في اللحظات الهزيمة الكبرى دي بأورق وكان عندي ساعتها كان عندي سيناريوين أنا ما كانش عندي شك إنه الآن هيفوق يعني عبور الكبпа دي ما كانش عندي شك فيه بس أنا كنت رسم المستقبل إن احتمال يحصل ماتش سندونز في السودان إنه يحصل النتيجة اللي حصرت والأهل ساعتها هيستعاد الفرصة ولما استعاد الفرصة أنا بيت بس مش متفاقل بالإنلا بور متفاقل إن هنفوز بالبطولة إن شاء الله يعني ده هاجز لكن ما عنديش شك إنه الآن هيفوق لكن كان عندي شك إنه هيحصل إيه في السودان أما وقد حصل السيناريو البديع في السودان اللي بنتمنى وعبرنا الكابوة فنفتح الطريق من جديد والفارس بيقوم من الكابوة تخليك معاه سيد فراهيم في الحتة دي بقى لان دي فرساني شوي للأسف الشديد حتى بعض النقاد المهمين يعني يقول لك والله طاهر الأطهر ده الأهلي يصرف المكفقة ده لولا ضربة الجزاء التي أضعها مش اللي صدعها عارس المرمى ماهو اتنين بيتنفسوا على فرصة تفوق واحد على واحد حارس المرمى تفوق على مسدد ضربة الجزاء اللي كانت في وقت قاتل فيقول لك ما كانش الآله حتى أهل لا صحيح لا بس صحيح يا فاندي بس صحيح طب ما تاخد مني بس الشتر تاعة العمق كون مني العمق في نفس المباراة قدام نفس الفريق قدام نفس الفريق كيف أحرزه الهلال هدفوه مثلا الحارس عايزي رقص اللعيب قطعها وجابها جوة طب بلاج دي طيب هل ده خطأ يعدو لا فيه أهم البلانتي اللي ضعه محمد هاني أيوة قدام سوندوينز ده أنا جايلك أهو ضع نفسي لو محمد هاني جابت جلدة مش هتحتاج والأهلي فاس 3-2 انت ما كنتش محتاج لماتش سوندوينز بالعكس انت كنت كنت نشجع الهلال عشان يفوز على سوندوينز لأن ساعتك المنافسة تبقى بين القليل و سوندوينز على المركز الأول فساعتك كنت نشجع الهلال الزوديلي فهذه الكرة الناس هي تتحدث تتحدث من زاوية واحدة لو لا ضعت طهر الأطهر و محمد هاني أضاعوا ضربتين جزاء أمام نفس الفريق وبالمناسبة وتعادلة بالفرصتين الضائعتين أمام نفس الفريق و كلهما زهير أيسي و كلهما زهير أيمن أنا اللي يعنيني النتيجة طب لو الاتنين جابوا يبقى خلاه معداش مشكلة بالعكس أحسن ياريتهم الاتنين أحرزوا فكنت على رأيك زمانك بتبقى لو أنت أحرزت له الهدفين هدف محمد هاني كان يخلينا في غنى عن أي نتيجة خلاص و أنت بتقول لو لا إضاءة ضربت جزاء دي لو لا إضاءة ضربت جزاء دي ولولا إذن لو إحنا إحنا عايزين نقول إيه الترصد للإقلال من إنجاز الأهل أنا كان آه في لحظة بقى في مصيرنا في إيد الأخرين بس في هذه اللحظة أيضا كيف تحقق الهدف الأول للهلال و ضاعت ضربت الجزاء هنتوقع إن جون مغلتش و ضربت الجزاء جات نفس النتيجة هنتوقع إن ضربت جزاء محمد هاني ما ضاعتش كنا هنوصل نفس النتيجة أنا أقصد أقول إيه سلاح بيه إلا أنا أقصده إن تأهل الأهلي و إن كان صعبا إلا إنه بجدارة مستحقة لا لا مستحق بشدة و قبل البطولة و بعض البطولة و أثناء البطولة محدش أبدا بيقول إنه الهلال كان يستحق إنه التأهل على حساب الأهلي مطلقا و ما أعتقدش و ما حتى عاملين دوشة هناك ليه أنا مش عارف و ما لهم إزاي مسددين نفسهم و كأنه الأهلي هنتناول موقفهم لا ده ده هنتناول الموقف السودان هنتكلمه لأن أنت كمان مقصود إنه نناقش معاك المسألة في عمقها شوية لكن الحقيقة بعيدا عن البيان اللي أصدروا نادي الهلال خلينا نروح للتعقيبات السودانية نفسها بأراء الزمل أو الأساد ما تذكر الناس على أبرز معالم هذا البيان إيه الأول يعني البيان صراحة ما ينفعش يتقال فيه كم من التجاوز والإساءة أخطر ما فيه أن أنت تتهم النادي الأهلي بالعنصرية وتقول أن أنا حترج على شيء لم يحدث على تأويل هتاف مش صحيح بالمرة لكن جمهور الأهلي الراقي اللي اتهم من قبل إدارة نادي الهلال بالعنصرية رد عليهم الإعلامي السوداني الأستاذ سعيد قسم الله صالح في هذا الفيديو نشوفه اسمع معه أبدأ يا ربي من جمهور الأهلي جمهور الراقي ولا من مدرب الأهلي كولار وأول اللي قاله مع الجمهور بسعة كاملة ولا من الحضور الذهني للاعبة الأهل المصري ولا من شخصية البطل التي برزت ولا من شنوان أبدأ أبدأ من من فريق فريق الأهلي اليوم يحقق فوزا ومهرجانا من الهداف الضائعة أمام الهلال السوداني في ملعب الرعب إصدى القاهرة الدولية اليوم جمهور الأهلي كان صراحة سلاح قوي جدا مشكل حضور والتسعين دقيقة نحن بنشاهد تشجيع متواصل من فريق وجمهور الأهلي المصري فالحاجة دي كانت لها أثر كبير جدا مبروط جمهور الأهلي كلها رأى اليوم بدأ بشكل مفاجئ تماما تشكيلها كانت متوازنة صراحة اليوم حسيت أنه أي لاعب من الأهلي قادر أنه يؤدي في الملعب وكان الحضور تاغ جدا للاعبي الأهلي المصري أما عن الحضور الذهني للاعبي الفريق الحاجة دي كانت ظهرة جليا شخصية البطل صراحة اليوم ظهرت بشكل واضح جدا طريق الأهلي اليوم أثر للناس أنه بطل إفريقيا وهذه البطولة المحببة اليوم مبروك 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 ما صراحة اليوم حسيت بزئير الأسد في الملعب نحن في لحظة كده التهمون نحن الصراحة في بعض الأوقات تطولنا كثيرا بالأقوال والتصريحات وأسئلنا أسئلنا كثيرا يعني والإساءة دي اليوم الأهلي بيلعب في الملعب كأنه ينتقم ومن اليوم أنا مشجع أهلاوي طوال مسيرة ألالي من أجل البطولة الحادية عشر في الشمدزليجة الأفريقية سلاح بيئة يعني هنحاول نلخص بسرعة أهم ملامح هذا الكلام اللي قاله تحدث أولا على جمهور الأهلي الراقي تحدث عن كولر وحضوره وقدراته في إدارة المباراة تحدث عن فريق الأهلي وتفوقه الميداني في المباراة وجدارة الفوز بهذا العدد الوافر من الأهداف وقال لفظ مهم جدا الأهلي اليوم أتبت للكل نباطة الأفريقي إذن هو يشعر بجدارة الفوز والرسالة التي تم إرسالها من خلال هذه المباراة يبارك الراجل بسماحة يبارك وبعدين أهم بقى حاجة نحن بصراحة بدأ هنا يصارح مجتمع ويصارح الذات داخل السودان نحن صراحة في بعض الأوقات تطاولنا كثيرا بالأخوال والتصريحات وأسأنا كثيرا للأهلي وأمام هذه الإساءة بدأ الأهلي وكانه ينتقم بهذا الأداء الفني في الملعب وأنه هو من هذه اللحظة من نهاية المباراة حيستكمل مسير التشجيع للنادي الأهلي طوال البطول نعلق وبعدين نشوف حاجات تانية في نفس الصياق يقذت وعي هو نفسه بيراجع نفسه وقال أنه بيعيد اكتشاف مواقفه من جديد وأعتقد أنه قريت لحاجة أكثر صراحة من ما قاله كمان لحد النهاردة لا أذكر لا أذكر والحياة دي حالة جديدة على الأخوة السودانية أنا فاكر زمان في الثمانينات كنت لسه لسه بدأ أشجع كورا أنا سوير كان فيه نوع من التأوامة بين الأهلي والهلال وكان بين الزمالك والمريخ وأذكر في مرة يعني لو تصححوا لي أنه كان لعب منتخب الأهلي والهلاب مع منتخب الزمالك والمريخ راحت فين حال يعني هذا التراث من الأخوة وهذه الحالة من التأوامة راحت فين وأنا ملاحظ أنه آخر أربع سنين من 2019 يمكن متشاط الأهلي والهلال بقت متشاط بيسود حولها حالة من الضوضاء والسخب وكانها بين أعداء وده غير وقعي وغير تاريخي وغير إيجابي وغير صحي على الإطلاق يعني ماذا حدث فيما يبدو أنه ربما ده يرتبط أنه اللحظة الثورية الغلائنة في السودان يعني أنا أعتقد أنه لها جزور في المجتمع السوداني فيها مرتبطة بالإدارة يعني إدارة النادي الهلال السوداني الحالي لكنها لا أظن أنها حالة عامة عند جمهور الهلال لأنه من الكارثي أنه الجمهور الهلال والسواد الأعظم من جمهور السوداني يرى مصر ويرى الأهلي بهذي الشكل وعلى هذه الصورة النمطية السوداء بص أنا سأسعى لحضرتك سؤال ربما يجيب على كل الملاحظات اللي بنقولها دي بس بعد ما نسمع كمان إحنا هنجيب لكم مشاهد من بعض الرؤى للإعلام والشخصات البارزة في السودان وبعدين نجيب أيضا بعض الرؤى من مصر وبعدين هنخرج بالخلاصة والإستنتاج اللي ربما معظمنا وصير له إبراهيم نشوف بقى لإعلام السوداني الأستاذ عمر أحمد محمد ليه الأهل كسب وليه الهلال خسر في تفسير سوداني أيضا نشوف ليه الهلال خسر وليه الأهل كسب قلنا يا جماعة الموضوع كل موضوع بتاعترافية لو عاينت لتعامل إدارة الأهل المصري سواء كان لعيبة ولا جول إدارة ولا جماهير مع خسارته من سنداونس وتعامل إدارة ولعيبة وجماهير وإعلام الهلال بعد الخسارة برضو من سنداونس وتلقى أنه فريق كبير بيننا وبين الناس دائل بعد مباراة سنداونس كل أهلاه كان بحاول بيكتم غيظه وبحاول يتحكم على نفسه باعتبار أنه أي رد فعل السالب تجاه الموضوع هذا ممكن أثر على النتيجة التانية اللي هي مباراة الهلال هنا فهم عارفين أنه التأثير السلبي المشاحنات والكلام الفاضل لو إذقال ممكن يأثر على لعيبة الأهلي وبالتالي يخسر مباراة الهلال سواء كان بالفوضة والتعادل فتعاملوا بحكمة واحترافية وعض أقلانية طيب الحاجة التانية يا جماعة برضو أنه الهلال كان مركز خارج الملعب أكثر من داخل الملعب نشغل لنا مؤامرات والمصريين عملونا معاملة سيئة والأكل والشراب وما مصدق بلونا وذي حاجات فارغة جدا فالموضوع تحس أن الناس تحاول تجد أعزار يعني إحنا كسودانين بقينا نوفر أعزار جاهزة عارفين نفسا أنه سنتغلق وعادينا نوفر أعزار بالنسبة لنا الحاجة التالكة للأسف الإعلام الهلالي كان مدي 60% من وقته لهزيمة المريح مباراة مع الزمالي الأهلي كل الأهلاوية كانوا واقفين مع فريقهم ونسوا حاجة اسمها زمالي ما جاء بصير زمالي خالص الهلالاب لا مركزين مع المريخ المريخ اتغلب ونحن نغلب ونحن نسوي فدي واحدة برضو من غياب العقلية الاحترافية الحاجة الرابعة جماعة واقعيات التعامل مع المباراة أنت بتلعب الأهل المصري في أستاذ القاهرة أستاذ القاهرة خمسين ألف مشجع مصري جايين أنت بتعامل ليل أهل دمو عملت أهل أطبر أو أهل الخرطوم أو أهل كادولي أنت بتلعب فريغ عنده وزنه في أفريغيا فريغ لو طلع من البطولة هذه مشكلة كبيرة وذي حاجة أنا مرضو قلتها قبل كده يا جماعة الأهل وزنه فقر الفن في أفريغيا أكبر من الهلال أكبر من أطعاف الهلال لأن الشركات الراعية والناس لا تحضر بشكل أهل بشكل أهل مصري حتى الأوروبيين لو سألت من فريغ أفريغي مع أهل تعمل بدأ سازاجة تحس بأنه فريغ دا سنغلق رايح وذي مشكلة كبيرة طيب المحاور هنا تظن أنها متشابهة ولكنها هي مش متشابهة تماما هو تحدث للفرق نمرو أو أول ملاحظة لفتت نظره العقلية الاحترافية هنا وهناك كيف تعامل النادي الأهلي مع هزيمة سندون هذه الهزيمة زي ما قلت حضرتك اللي تصار بعد أن الأهلي سيكمل مشوار الانزلاق فقال لك كتموا غزهم وركزوا كيف يخرجوا من هذه الكابوة ويتمسكوا ببصيص الأمل الذي يبدو شاه حبا ليحاولوه إلى حقيقة وقد كان وهو ما في الوقت ده بيقولك أن الهلال كان يتحدث خارج الملعب ومش مركز في الملعب قدمه مركز أنه يكلف أمور أخرى عشان يلتمس لنفسه بعض الأعذار ويسجل تجاوزات في مخيلته من النادي الأهلي يستند إليه لو احتاجها وهو يتحدث عن الفوز وكأنه قال لهم أنتم تتعاملوا مع الأهلي اللي أنتم عارفينه في السودان نسيين أن ده الأهلي اللي رعاه بيدوروا عليه ومش بيدوروا على حد تاني نسيين ده الأهلي اللي لما تسأل الأندية الأوروبية مش عارفين غير الأهلي احنا مش بنقول الكلام ده جماعة عشان نوع من التباهي لكن بنقول لماذا يحدث الاحتقان لأنك ترى أن النادي الأهلي في مكانة عشان تصل إليها بمجودك لوحده ما ينفعش لن تضرب فيه وهو في سوابته وتمتد المدرسة الداخلية المدرسة الخارجية فضل للصلاح أنا لها مقولة دايماً بقولها أنه الأهلي لا تهزمه الخصوم ولا يهزمه المنافسون بل الأهلي هو من يهزم نفسه يعني الأهلي يهزم عندما يفقد اليقظة عندما يفقد الإرادة إرادة الانتصار تبقى فيه بعض اللحظات العمياء وأنا ملاحظ سنة ثلاثة اللي فاته أنه دايماً بنعاني في دول المجموعات لأنه تيجي بعد كسع عامل الأندية فالنادي أو الفريق الكرة بيبدو وكأنه بيهبط من كوكب أعلى إلى أرض مختلف إلى أرض مختلف وتحس أنه وكأنه بيغوز في الوحل يعني أنه لما تشوف ماتش والملاعب والجو والإبهار اللي كان في كسع عامل الأندية وتشوف الماتش على طول اللي بعده في السودان وبيلعب في الساعة ثلاثة وتحت تحر وتحت ملعب مختلف وملعب مختلف وبيلجمهور هتحس بلهو وأنه عد بيهو تضطراري من زروة من زروة إلى منحدر فبيحصل أنه هذه تبقى لحظات عمياء لحظات العمياء دي اللي هي بتبقى فيها في حالة غفلة مش في حالة يقصها في الحالة دي غالبا بتحصل الأزمة أما وإنه الأهلي أنت نفسك أعطيت الفرصة في ماتشك مع السنداونز أنه يعود فتحمل المسئولية لأنك أنت في كل الأحوال يعني دعك من كل الأمور خارج الملعب دعك من كل السياقات إذا لحطيت الأهلي قدام الهلال من يكسب من الأسماء من القوة من الاحترافية من كل حاجة بتقول أن الأهلي يكسب الأهلي أخطأ لما تهاون معك وخسر أمامك وأخطأ لكن أنت عليك الخطأ لما أنت انت خسرته قدام أو تعديلته قدام في سنداونز فاتت منعط الفرصة عندما منعط الفرصة وقت الكرة وعيدت من جديد لم تعود لنفسك وهو جزء من السخب والضوضاء هما لأنهم وثقين أنهم في الملعب مش يقدروا يعني هما جزء من الهجوم النفسي أو الاحتشاد النفسي هو تعبير عن اهتزاز نفسي وعدم رغبة أو عدم شعور أن فيه قدرة حقيقية على الانتصار وأن الفرصة بالفعل ضاعت وكثير منهم كانوا بيتكلموا عن أن الفرصة ضاعت في أمه درمان فطالما أنت جاءت القيارة فالأمر بقى مستحيل فهو المكسب لأنه يبدو مستحيلا جوة الملعب فكان يجب أن تحصل هذه الضوضاء خارج الملعب ده تعبير عن حالة نفسية بس ده كان ممكن يفهم لو أن الضوضاء دي حدست في المباراة الثانية فقط لكن ده أنت من قبل ما تروح تلعب هناك من قبل المباراة خالص وكانت دي أول مباراة لنادي الأهلي تفاجأ أن طفل الكافي المدلل وبيحملوا الأهلي مسؤولية أنه بيلعب بدون جمهور الهلال لعب ضد صندوز بدون جمهور لعب كل مباراة بدون جمهور لا يا الفكرة مش كده إزاي بتخدع نفسك إلى هذا المستوى إن الأهلي مدلل الكاف إنك أنت بتلعب بدون جمهور بسبب الأهلي اللي ما رأيش علاقة بيك خالص أنت بتلعب لأنك فيه عقوبات على الملعب الملعب مش سليم هو ده يرجع عليه نوعية الإدارة اللي بتدرينا دي يعني فيه مسؤول أحيانا يتسرف وكأنه غير مسؤول وكأنه متفرج وكأنه مشجع من درجة ثالثة فدع المسؤولية لكن هي الوجه ده بيعكس حقائق أخرى يعني هو الأهلي لما رحلوهم كان في لحظة عمياء هم في لحظة ما تخيالوا أنهم يستطيعوا أنهم الصعود على حساب الأهلي وده شعور رغبة مشروعة هم لما لقوا بأنهم بيفقد الفرصة فيه حصل نوع من فقدان التوازن فقدان التوازن النفسي وكان الرغبة والسخب والضوضاء المحيط باللقاء ده كان نوع من التغطية عليه فيه أمر تاني وده مهم يعني الأهلي اللي أخوا في شمال أفريقيا وفي الشتنين وفي عمياء القر بقى موصوف دايما أنه داريا مريد أفريقيا أنه قد يبدأ بشكل سيء لكنه قد على العودة في أي لحظة من البطول المسألة دي عملة لهوكين الوكه الأول إيجابي وأنه بيفرض نوع من الهيبة واحترام المكانة والخشية وده دايما كل الفرق لما بدأ أدامي الأهلي على الأقل في بداية المباريات بتبقى مرتجفة لو الأهلي قدر يستغل ده لكن الوكه الأخر أنه بيحول كل المتشاط اللي بيلعبها الأهلي في أفريقيا أو مع الخصوم إلا مباريات نهائية يعني بتشوفت يعني المعظم فيه فرقة كتير يبقى بادئ متعسر حتى القطن الكاميروني مش عملوا في مكافأ ألف دولار وألف دولار ده بالنسبة للعاب يعني مستوية الدخول في القطن الكاروني مرقفدة جدا فألف دولار ده رقم ضخم فتحول المتش إلى مناسبة واحتفالية وحالة ومكافآت وإنه ولو الأهلي ادام فرصة لدخول المتش كان ممكن ربما مفاجئنا بأداء مختلف بالنسبة لهم حدث هذا في السودان ويحدث حتى مع فرق دوري المصري فكونك أنت كبير المهابز والهايبة فاللعاب اللي عايز يسوأ نفسه بيؤدي أداء رائع المدرب اللي عايز يسوأ نفسه يعني أنا أعتقد أن المدرب الهلال وهو بيحتشد وبيحمس لعبته وعايز يعمل نتيجة مع الأهلي وكانه بيعرض نفسه على الأهلي مدرب صندوينز نفسه وهو بيلعب مع الأهلي في عقله الباطن أنا شعرت وهو بيروج وتم ترويج وتم ترويج أن الأهل بيفوضه هو مش ترين للأهل فوضه هو في عقله الباطن عنده رغبة في أنه يكرر تجربة موسيماني وأنه يدرب النادي الأهلي فبيشيعد وكانه بيفكر قدام طلح من عقله الباطن فدي ضريبة برضو أنت بتتعلم فهي دي ضريبة المجد وضريبة القيمة ويجب على الأهلي دايما ودي دعوية للعيبة أن اللحظات الغفلة دي نقللها قد تكون يعني أحيانا من الإرادة الإنسانية أشياء تفلت لأنه طبيعتنا بشرية لكن نقللها حد دي لحد الأقصى لأنه أنت نتيجة أنه أنت بطل متوج في معظم الأوقات فهتلاقي كل المهزومين أمامك كل المنافسين الأقل بيحتاشوا ضددك فهما فيلاحظ الأشياء دي أنت لازم أن أنت تجنبها أنك تخلي دايما المسافة بينك وبين التاني نهيك عن التالت والرابع تققى واسعة يعني ما تسمحش لحد أنه يقرب منك عشان يشدك من هدومك أنت خليك دايما في المكانة العليا بديش لحد أنه يقرب لا تترك أقدارك بأي دي غيره لأنه الفرصة قد لا تعود كثير ده كلام مهم جدا لكن الحقيقة استمرارا لطرح الرؤية السودانية من الزملاء العالميين السودانيين عن تفسير ما حدث وأكثر وأشد وأصعب تدعيات هذه المباراة هذا البيان المتجاوز جدا الذي أصدرته إدارة نادي الهلال السوداني الذي حمل الكثير من الإساءات والتجاوزات والاتهامات للنادي الأهلي كان أفدحها اتهام جمهور الأهلي بالعنصرية وهو ما لم يحدث أبدا لكن تم تأويل وتحريف بعض الهتفات الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الزملاء العالميين السودانيين للرد بهذا على البيان الهلالي واحد من هولاء الكتاب السودانيين الدكتور مزمل أبو القاسم الحقيقة على صفحته كبد الحقيقة كتب مقالة مطولة ومهمة للغاية تحت عنوان بيان العجب وقال الدكتور مزمل أبو القاسم من تولى صياغة البيانة الذي أصدره مجلس إدارة نادي الهلال مؤخرا إما مشجع متعصب سهدت الهزيمة منامه وأقضت مضاجعه وأخرجته عن طوره أو إداري مبتدئ تعاوزه الاحترافية وتنقصه الخبرة وتسيطر عليه انفعالات مشجع الترسو البيانات التي تصدر عن الأندية المرموقة والاتحادات الكبيرة تأتي مختصرة ولا تقبل الإسهاب ولا تحتمل المط والتطويل أما البيان الهلالي الزاخر بالغضب فقد فاق عدد كلماته الثمانمائة كلمة وامتلأ بحشو كثير وتطويل ممل وتكرار مزموم واستخدام غير حميد لمفردات عنيفة مثل الوهم نسف العلاقة الحاقدة الوقاحة الحق البزاءة الابتزال وغيرها من المفردات التي لا تشبه الرياضة أصلا ولا يصح استخدامها في ساحاتها النظيفة ومن عجب أن البيان حوى بيت شعر شهير لدريد ابن الصمة بزلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصحة إلا ضحى الغدي وللأسف تمت كتابة البيت نفسه بطريقة خاطئة المصير للسخرية أن يجعم كاتب البيان أنهم بادروا بترجمة الألفاظ النابية والهتفات الساقطة التي ترددت خلال المباراة بكل اللغات وبيقول الدكتور مزمل أبو القاسم السوداني الكبير نسألهم ما المغزة من ترجمة تلك العبارات إلى كل اللغات وهل يستطيع الهلال أن يفعل ذلك ويترجم العبارات التي يقصدها لكل لغات الدنيا فعلا ولو فعله ولن يستطيع فهل سيجد من يأبه له ويهتم بمطالعة ما كتبه سيزول التعجب وستتفهم دوافع الإشارات المتكررة في البيان المطول إلى الترجمة إذا علمنا أن أمين عام مجلس الهلال يعمل مترجما ويبدو أنه حرص على تعظيم دوره وتكبير كومه في البيان بالدعاء أنهم سيتواصلون مع الأندية الأفريقية كتابة وبلغاتها المختلفة لإختارها برأي جماهير الأهل فيها وعجبي ويا للعجب كيف سيعرف كاتب البيان رأي جماهير الأهل في نادي الغزالة التشادي أو نادي طلع برق جنوب السوداني أو نادي كي إم كيلز زباري مثلاً كي يفيدها به كتابة وبلغاتها المختلفة وإذا توفر على طريقة سحرية تمكنه من المعرفة فكيف يضمن أن تهتم جماهير تلك الأندية بتبيان رأي جماهير الأهل فيها الأوفر إثارة للضحك أن البيان الزاخر بالسرسرة الفارغة والحشو الممل والإنفعال الأرعن تحدث عن شكوى سيقدمها نادي الهلال إلى الفيفا ويدعمها بالفيديوهات والأدلة والبراهين القاطعة ولا ندري بالطب الكيفية التي سيتمكن بها الهلال من اللجوء إلى الفيفا شاكياً بطولة ينظمها الكاف ما دخل الفيفا بمسابقة دور أبطال أفريقيا الأندية كيف سيتدخل الفيفا في مجريات تلك البطولة وبموجب أي لائحة وأي قانون الله وحده أعلم وبيضيف الكاتب السوداني الكبير الدكتور مزمل أبو القاسم زعم كاتب البيان أن المعايرة باللون تشمل كل أهل أفريقيا فمن أين له أن كل أهل أفريقيا تمتعون بلون واحد إذا قبلنا ذلك إذا قبلنا ذلك المنطق المضحك وصدقنا أن المعايرة باللون تشمل كل أهل أفريقيا فسيعني ذلك أنها تشمل الشعب المصري نفسه لأن المصريين أفارقة أيضاً ولا كيف يا كاتب البيان التحفة يا بحر العلوم يا ترعة المفهومية ادعى مجلس الهلال في بيانه الطويل والممل أن الأهل وضع خطة محكمة وأجرى بروفات لتقييد حركة لعيب الهلال داخل وخارج الملعب ونحن نؤمن ونحن نؤمن على بعض ما ورد في تلك الفقرة ونعترف بأن الأهل قيد حركة لعيب الهلال بخطة محكمة وسيطر على الملعب طولاً وعرضاً وكان الأفضل على مدار الشوطين وفاز بالثلاسة النظيفة مع الرأفة تقطعت للهلال داخل الملعب أتت نظيفة مذنى صحن الصيني لا فيها الظلم تحكيم والهدف مشكوك في صحته بأفضلية كاملة على مدار الشوطين وفرص بالجملة وأهداف في غاية الروعة وكان ذلك نتاجاً طبيعياً لخطة نفذها لعب الأهل بإتقان داخل الملعب فما هي الخطة التي قيدت حركة لعب الهلال وتقيمهم الإداري والفني خارج الملعب متى وأين وكيف شل الأهل حركة لعب وإداري وأعضاء الجهاز الفني للهلال خارج الملعب تم تقييدهم ومنعهم من الحركة لكم من من الزمن وربطوهم كيف وفكوهم منين ومن اللي قيدهم يجب على مجلس الهلال وإعلامه أن يكفوا عن الولولة الفارغة ويتوقفوا عن الضجيج الذي يحدثونه حالياً ويعترفوا بأنهم أضاعوا فرصة التأهل في الخرطوم وأن الأهل كان الأفضل والأحق بالفوز منهم وأنه هزمهم بجدارة داخل المستطيل الأخضر عليهم أن يحمدوا الله كثيراً لأن النتيجة توقفت عند حدود ربع الدستة ولو سجل لعب الأهل نصف الفرص السهلة التي سنحت لهم لوصلت النتيجة نصف دستة قدروا لطف يا هلالب مع تحياتنا الحرة لكاتب البيان التحفة صعد الأهل لأنه الأفضل والأقوى ولأنه تفوق على الهلال بثلاثية نظيفة وليس لأنه ربط لعب الهلال وجهازهم الفن والإدارة بالحبال والسلب خارج الملعب كفاية عويل وبيختتم الدكتور مزامل أبو القاسم الكاتب السوداني الكبير آخر الحقائق زعم كاتب البيان أن يوم السبت الماضي كان اليوم الأكثر حزناً في تاريخ الكرة السودانية تخيلوا الأوفر حزناً لماذا؟ لمجرد أن الهلال سقط فيه بالثلاثة وفقد فرصة للتأهل لربع نهاية الأبطال لمصلحة الأهل المصري الهلال ظل يسقط في هذه البطولة منذ العام ستة وستين تاريخ أول مشاركة له فيها وظل يسقط في غيرها ولم يحقق أي لقب قري أو إقليمي ما الجديد الذي يجعل السقطة الحالية أوفر وجعاً من سابقاتها؟ أوقعت القرعة الهلال مع الأهل ثلاث مرات في مرحلة دور المجموعات لآخر أربع نسخ لدور أبطال أفريقيا وفي المرات الثلاث تأهل الأهل وطار الهلال فما الجديد الموجب للحزن الزائد عن الحد؟ حتى بداية البيان أتت مشاطرة تابع العالم بأسره الأحداث التي شاهدها إستاذ القاهرة الدولي عجيب وغريب من الذي قال لهم أن العالم بأسره تابع مباراة كانت معلومة النتيجة؟ سلفاً جرت المباراة المذكورة في مرحلة دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا وليس في نهاء المنديال ولا نهاء دور أبطال أوروبا كي يتابعها العالم بأسره لا توجد ندية أصلاً بين الأهل وكل أندية أفريقيا والهلال ليس نداً للأهل رحم الله امرأة عارفة قدر نفسه كلكم والمطالبة بقطع العلاقات السودانية المصرية لمجرد أن الأهل هزم الهلال كم آخر آخر خبر لو قطع السودان علاقاته مع كل دولة يهزم فريق منها الهلال فلن يتبقى له عدو ولا صليح وسيتعين على وزارة الخارجية السودانية أن تسرح سفراءها وتغلق أبوابها بالضبط والمفتاح أنا عايزة توقفين قبل أن تسترسل عشان في الجملة دي أنا أراها هي مربط الفرص كلكم والمطالبة بقطع العلاقات السودانية المصرية لمجرد أن الأهل هزم الهلال كم آخر أنا هل هو أنا الوحدي اللي شايف أن الأمر كان من البداية مش من بعد المباراة دي من أول ما قالك طفل الكاف المدلل قبل الأهل ما يسافر السودان الهجوم على الأهل بدأ قبل أن تطع أقدامه المباراة الأولى قبل ضربة البداية في دور المجموعات للنادي الأهلي لا الهلال كان لعب في سانداون لكن التراصد للأهلي هل هذه الجملة الهلال بيطالب بقطع العلاقات هل وراءها قصد سياسي تصور الهلال وستطيع أن يحرك الأمور والذي يخلينا نطمئن الحمد لله أن السواد الأعظم من أشقان في السودان يرون عكس ما يراه الهلاليون مش كلهم بعض المسؤولين عندهم بالطريقة دي هل ده اللي كان مسهود ومن هو الشيف أو الطباخ بتاع الطبخة المسمومة وأين كان المطبخ في القاهرة هنا قبل أن يغادروا اللي كتب البعين بتاعهم وطبعا ده تفكير شاز ومش مفهوم وتعبير عن عقلية متوترة قلقة حائرة عقلية لا تعرف أو لا تدري ماذا تريد وإذا كان الطبخة طبخت في القاهرة فهي طبخت من عقل له لديه نفس المواصفات عقل قلق متوتر منكسر لا يعرف ماذا يريد لكنه بيقين بيقين ليس هذا تفكير الغالبية في الشعب السوداني ولا الغالبية في جمهور الهلال السوداني نفسه والأمر لا يعدو أن يكون زوبعة تنجان أو حالة غضب تم افتعالها نتيجة الشعور بالعجز أمام الأهلي في المستطير الأخضر طيب أنت أشرت يا الصلاح لجزئية إيه اللي حصل العلاقة المفترض بين الأهلي والهلال علاقة تاريخية وانت أشرت إلى مباراة تاريخية كانت بتجمع الأهلي والهلال والزمالك والمريخ أشرت إلى أنه إيه الانقلاب اللي حصل في تفكير الهلاليين تجاه الأهلي الحقيقة نفس الكاتب الدكتور مزمّل أبو القاسم تعرض في مقالة أخرى لهذا التحول وسببه ورصده تاريخيا لأنه الحقيقة بيقولك يعني أنه المباراة اللي جمعت الهلال مع المغرب مع الأهلي في 87 كان الهلال يعني متطلع جدا لإحراز اللقب واتهم الحكم المغربي لراش محمد اللي أدار المباراة هنا إن مظلم الهلال ومن وقتها هو حتى كاتب الدكتور مزمّل أبو القاسم مقالة بعنوان السر مباراة لراش وبيقول برصد شوية وعي يتساءل كثيرون عن أسباب التوتر المصاحب لمباراة الهلال والأهلي المصري على الدواب ويستفسرون عن مصوّغات التصاعد المستمر في العداء بين الناديين يلعب الأهلي مع المريخ فلا يحدث شيء وتلعب كل الأندية السودانية في القاهرة وتأتي الأندية المصرية للعب في القرطوم فتمر المباراة مرور الكرام وتنتهي بسلام حتى ولو انتهت بخسارة نادي مصري كما حدث في المباراة الشهيرة التي تفوق فيها المريخ على الأهلي بثلاثة أهداف لوح بيقول كمان في نسخة العام الماضي لدور المجموعات شهدت مباراة الأهلي والمريخ نزالا ساخنا انتهى لصالح الأهلي بفارق طفيف 3-2 ولم تشهد المباراة أي خروج عن السلوك القويم في مباراة الموسم قبل الماضي بادر لعب الأهلي محمد عبد منعب كهربا بالإساءة للاعب المريخ التاجي عقوب فتصدى له زميله عمر السلية وابقه على الملأ وبعد نهاية المباراة عقبت إدارة الأهلي كهربا بغرامة كبيرة بيقول بقى الكاتب السوداني في تقدير فإن التوتر المصاحب لموراة الهلال والأهلي له جزور تاريخية تعود إلى المباراة الشهيرة التي جمعت الفريقين في القاهرة على نهاية بطولة أفريقيا لأبطال عام 87 وفاز الأهلي على الهلال بهدفين نظيفين وظفر باللقب بيقول يتملك الأهلة إحساسهم دائم بأن الأهلي سرق منهم ذلك اللقب بمساعدة التحكيم وأنهم كانوا أحق منه بالتتويج لذلك تتردد عبارة مدعوم الكاف على السنتين باستمرار وبيقول بقى الكاتب السوداني نفسه صحيح أن المغرب أن الحكم المغربي لراش الذي أدار تلك المباراة ألغى هدفا سجله مهاجم الهلال وليد طيشين لسبب غير واضح لكن ذلك القرار لم يحرم الهلال من البطولة كما يدعي إعلاميه ومشجعوه ليه؟ ظفر الأهلي بتلك البطولة لأنه كان الأفضل فيها ولأنه توفر وقتها على نجوم كبار والمصنفين من أبرز فلتات الكرة المصرية وعلى رأسهم الخطيب وطيرابوزيد وحسام حسن وأيمن شوي وربيع السين ومصطفى عبد ورفاقهم توجه الأهلي لأنه كان الأقوى وقتها وليس لأنه اشترى ذمة الحكم المغربي لراش كما يزعم الأهلة والدليل على صدق ذلك كالحديث أن الحكم المغربي نفسه في هذه المباراة التي ألغى فيها هدفا للهلال ألغى هدفا للأهل صحيحا سجله حسن حسن في الشرط الأول ولو كان منحازا أو فاقدا للنزاهة لاحتسبه ليساهل به مهمة الأهل مبكرا بولو أن بغي أن نذكر حقيقة أخرى مهمة مفادها أن الهلال عجز وقتها على الفوز على الأهلي في مباراة الزهب في الخرطوم والتي انتهت بالتعادل السلبي لم يستطع الأهلة نسيان تلك الخسارة مطلقا وتراكمت المرارات بتراكم وقوعهم مع الأهلي في مرحلة دور المجموعات ثلاث مرات في كل مرة يفوز الأهل ويتأهل وإذا افتردت أنه الهزيمة في مباراة حتى لو كانت نهية تعمل عقدة تاريخية وتوسط علاقة بين شغلقين هو كاتب كده طب أنت افترد يعني الفقر اللي جاي حتليه كاتب كده هو ما ظنش التفسير صحيح يعني ده مش تفسير فهو ما قبل 87 فعلا ما فيش حاجة ما فيش حاجة وبعدين وكنا تجاوزناها الحقيقة وبعدين انت لو في تردت ده طيب النجم الساحل التونسي لما في 2007 العرجون العرجون لما تقريبا لقى دربتين جزاء وطرد حد وطرد عماد النحاس وآهل دربتين للأهل وكان في حاكم كبيروني في ماتش الزهاب لما طرد انزال لبراكات بخليوش يلعب الماتش وذكرت في زره تتقلقه وما حسبش يلعب الجزاء ولم يقاطع الأهل دجب لا يمكن الأهل دجب العرجون ما زعلش من نجم الساحلي يعني هنا النقطة انت ممكن تزعل من قرار حاكم لكن الأهل ما له وإلا كان القطع علاقته مع الترجب في إيدرامو بالعكس ده الأهل يمكن علاقته بعد الماتش ده تحسينه بالنجم الساحلي والحقيقة التوانسة سواء النجم الساحلي أو الرجاء التونسي والمغربة الرجاء والوداد هم الأكثر تنافسية للأهل يعني انت لو صورت انه بقى فيه صراع ساخن وفيه مباراة سخب هتتصور ان هي تزدر من هذه الفرق ضد الأهل لكن عندما تسمعهم وتسمع برامجهم وتسمع خطبهم عن الأهل انت بتفاجأ بقدر عميق من الاحترام رئيس الرجاء التارع بعد القرع على طول تحدث ألاهل باحترام شديد جدا احترام لا لا تجده عنده كل عنده كل القضية المصرية لانه في مصر تبدو عند المنافسين حالة إنكار التوانسة ليست تلاتهم حالة إنكار يعني طريق دياب أطلق تصريح انه يفضل لقاء الله عن انه القرب الجغرافي عشان ما يروفش لسيمبة فتبار إعلاميين توانسة في برامج إعلامية يردوا عليه فواحد يقول له لا أنا أفضل إن أنا أروح تنزانيا سيرا على الأخدام ولا ستفل طائرة ولا طائرة خاصة ولا طائرة عادية سيرا على الأخدام ولا أذهب إلى القائرة في ساعتين ببساطة لأنه هزه عايزة تجنب الأهل ده النتج أنا عايزة أقول إيه بقى لأن الهجاية دي يعني فيها خلاصة وجهة نظره تلك المسببات التي ساقها لأسباب غضب الهلاليين تزامن ذلك الغضب مع إساءات قبيحة وجهها بعض جهلاء السوشيال ميديا في مصر للهلال وجماهير والسودان أحيانا وهنا لا نبرئ غرض البعض هنا أو هناك وأنه يأخذ المباراة خارج سياق الرياضة لأهداف أخرى لكن بيقول إيه لن تفلح هذه المحاولات الحمقاء هنا أو هناك في إفساد العلاقات التاريخية المتينة التي تربط شعبي نادي ودي النيل منذ الأزل هو ده اللي عادينا أكد عليه يا جماعة الموضوع أهم قوي من كورة وهم قوي من تلكيك وهم قوي من إدارات عايزة تبرر موقفها أمام جماهيرها الموضوع خطير لا أحد يدمن سلوك الجماهير ولا أحد يدعي أنه جماهير الأهلي في عالم السوشيال ميديا كمان ناقية خلصاء ومن المؤكد حصلت أخطاء زي ما تحصل من بمهور سيدوني أخطاء الخطر في الأمر أنه البيان صادر على نادي الهيلان نفسه وعرئيس نادي الهيلان نفسه فعندما يتصرف المسؤول بشكله وكأنه من الجمهور هنا يكمن الخطر يعني حتى يعني كل الناس عارفة أنه نادي الهيلان إذا بعض المنتمين اللعيبة أو قادرين أو حتى جماهير قالت بعض التصرفات اللي فيها تعرض للمنافس الأهلي بيستنكرها ولا يقبل هذا الأمر لكن الافتراء بأن الهتفات طالت أو شابتها العنصرية غير حقيقي يعني حتى احنا الألفاظ اللي بنقول هم قالوا العبيد مش العبيد ماشي مرفوض العبيد كمان دي حتى لو حدث أن الموضوع مش بس كمان ليه بتغير الموضوع فتوديه في منحة تاني غير أخلاقي بالمرأة يعني عيب وكل ده في زمن الأمور موثقة والمراقبين كانوا عاديين بيصوروا وبيعملوا يعني لو أن للهلال حق أول ناس هتدهوله النادي الأهلي وإداراته ولو له حق ويشكو للكاته حق في إيه مش في المباراة خلي بالك دعنا دعنا يعني ده هم حطين الجاد والدلوقات حطين المريخ والرجاء يعني هم معطا يعني هم معتبرين أن هم هيلعبوا الماتش يعني الهلال والرجاء الهلال والرجاء تواصل آسف الهلال والرجاء ومذكر المريخ طب ليه ما فيش مشاكل بين الأهل والمريخ الذي كان يوصف أنه زمالك السودان ده صحيح الناس في منتهى الاحترام لما حاولوا يأوموم على الأهلي وسنادي نفس الشيء ده عمل الإدارة واضح أنه المسؤول عن إدارة الهلال لديه مشكلة ما نفسية ما دوافع ما يجعله يتصرف بشكل غير مسؤول المريخ فريوس الداني والهلال فريوس الداني واضح أنه فيه متغيير استثنائي هو الدكتور المزمل أبو القاسم بيقول أنا أوان وضع نهاية سريعة لحفلة الجنون الحالية بعد أن تخطط كل الخطوط الحمراء صعد الأهل لأنه الأفضل وخرج الهلال لأنه فرط في استغلال فرصة الترقي في مباراة سندوند وعليه أن يلوم نفسه وبيقول آخر الحقائق بعد مباراة 87 الشهيرة تجدد لقاء الفريقين في دورة ودية جرت تحت ضيافة ناد النصر الإماراتي في دبي يومها أطلق رئيس الهلال الأسبق الطيب عبدالله تصريحا ساخنا قال فيه اليوم سيتحدد البطل الحقيقي لأفريقيا في إشارة لاحتجاجه على تحكيم مباراة نهائي 87 لعبت المباراة وكرر الأهل فوزه على الهلال وهزمه ثانية بهدفين نظيفين وأكد أن فوزه الأول لم يحدث بالصدفة أنا فاكر المباراة دي لأن أنا توجدت فيها لأن الشيخ مانع المكتوم لما حصل الصخب عن المباراة الهلالين كانوا زعلانين أقام دورة هو كان رئيس نادي النصر الإماراتي أقام دورة مخصوص بين النصر والأهل والهلال والجالية السودانية جالية كسحة وقتها كانت في دبي وتعاملت الدورة دي والأهل يفاز بيها كسب النصر كسب الهلال والمباراة كانت في الملعب وفيها روح رياضية بين اللعيب وما فيش مشاكل أحيانا أن الغضب الشخصي بيستدرج المكان والمؤسسة في طريقه يعني أنت تبقى زعلان تبقى تعمم الشعب المصري الشعب السوداني موضوع جماعة ما يجيش كده أبدا لأن لازم نعي موقفنا كلنا من العالم وقضيانا الأهم من الكرة بكثير بيقول الدكتور مزمّل أبو القاسم على المشاهد المؤذية الحقيقية بعيدا عن هذا البيان بيقول حزنت لمشاهدة لعب الهلال وهم يترشقون مع مشاجعين مصريين بعد نهاية المباراة في الممر المؤدي لغرف اللاعبين كان عليهم أن لا يستجيبوا لأي استفزاز وأن يدخلوا غرفهم من فورهم ولا يبرحوها إلا بعد أن تهدأ الخواطر وينصرف الجمهور لم يفعلوا فكانت المحصلة مشاهد مؤذية وسلوكهم بالغ القبح وعجزا إداريا قبيحا عن كبح جماح اللاعبين بقيادة كابتن الفريق محمد عبد الرحمن نقلت الكاميرات مشهدا عجيبا للغربال وهو يقفز بطريقة نجوم المصرع الشهيرة على خصم المجهول ده كلام يا غربال على لعب الهلال أن يلوموا أنفسهم ويخجلوا من أدائهم الهزيل ومستواهم الضعيف أمام الأهل الذي مرس معهم فقه العفو عند المقدرة آخر خبر توضعوا في الملعب وتعنتروا بعد الصفارة شوف نعزق الحاجة بس عشان المشاهد هنا أو هناك أو في أي مكان ما نقرأه ونعقب عليه ده ليس لكاتب مصري أو وجهة نظر منحازة لأهلي هو كاتب سوداني يحلل المشهد كما يراه وكما يحلله وجاب له جزوره التاريخية وفنه ده النهم مش مبنيه على الهزيل الماضي اللي مزعلهم اتلاغوا جون هنا وجون هناك في نفس المباراة والحياة المقالية مع بعض ده أبرز رد ممكن يقدمه الأهلي على الهلال ده نوع من عقل راقي وشفاف ونقي مارس النقد الذاتي على نفسه وأعتقد أنه ده عريضة تهامل الهلال وتبراد أهلي ويطب أنه في حكماء في السودان في حكماء هنا وهناك يستطيعوا أن يتجاوزوا موقف أراد الله بعد وأنا أظن أنه بعد اليوم التالي اللي الماتش كان فيه سخب عالي أعتقد أنه ما استفقوا وبدأت كتابات مضادة والمسائل تختلف في اليوم التاني يعني فيه نوع من اليقظة النفسية بعد لاحظة أنه فيما يبدو فيما يبدو لي هما كانوا للمرة الأولى من زمان كانوا فعلا قريبين من الصعود هما أصابتهم لوسة جنون وعدم اتزان نفسي نتيجة أنه الشعور بضيع الفرصة وعجزهم عن المواكة في الملعب لأنهما كانوا على يقين أنهم هيتغلبوا في القاهرة ومش هادروا يسعدوا فهم أرادوا أنهم يديروا المعركة خارج المستطيل الأخدر لأنهم واسقين من نتيجة تداخل المستطيل الأخدر ودي نوع من يعني تعبين على الرغبة محبطة ونفسية ونفسية مزومة إذن أنت ترى لحظة لحظة تعبين على لحظة لحظة فعالية مش أصيلة بس يعني أرجو أنها تكون كده إحنا كل ما نتمنى لأن إحنا كمصوريين بنحب السودانيين هما بيحبون لكن ما يأخذ ما يأخذ يعني إذا جاهز هذا الإحباط بالنسبة للجمهور السوداني أو حتى الإعلام السوداني أو السوشيال ميديا لا يجب ولا يجوز أنه يحدث من إدارة نادي الهلال فتصدر بيانا رسميا في كل هذه اللغة لا وفيه طرحات كثيرة فيه تجاوزات تصرف بعدم مسؤولية شديدة البيان الواحد وحضرتك ينفع زيما أنت بتقول وصيقة ترفع للكاف هادي كيف يكتب بيان من إدارة مسؤولة بهذا النحو بهذا السوق أنه حيحفز وحيحرد الآن ده الإفريقية ضد الأهله بس هو المشكلة أو الميزة يعني أنه المفارقة أنه الكاف نفسه يعرف الحقيقة أكثر من معرفة السودانيين وأكثر من معرفة البعض في مصر يعني الكاف يعرف ما هي أدارة الأهلي وما هو الموقف على حياته ده كان كلام مهم جدا عرضنا فيه جانبا من ردة الفعل السودانية لعقلاء وإعلاميين أمنا على الكلمة وعلى المشهد وقالوا كلمتهم وفندوا بيان الهلالة المسيء جدا والمتجاوز كثيرا هنطلع الفاصل وبعد الفاصل هنشوف ماذا على الأهلي أن يفعل أهلا بحضراتكم من جديد رجعنا لكم وكنا بنتكلم على بيان نادي الهلالة المسيء جدا والمتجاوز وشوفنا الردات فعل السودانية وكثير من العقلاء وتعقبهم عليه لكن أستاذ صلاح يمكن أستاذ صلاح سالم في الفاصل كان لديه طرح فني مهم فضل يعني أنا عندي تصور أنه زاء حالة الإرهاق الشديدة تعدد المباريات وتعدد البطولات واختلافها واختلاف مستواتها اللي بيواجهها الأهلي عندي تصور أنه بدل حالة التدوير اللي عبرها مارسل كولر وهال التدوير دي بغالبا بتدور في فلك أربع وخمس لعيبة وما بتبقاش تدوير كامل وفي نفس الوقت لا تؤدي الغرض بالكفاءة الكاملة وأحيانا لما بتزود العدد عن كده ممكن بيحصل أنه نوع من الارتباك الفني أنا عندي تصور أكثر جزرية أنه يبقى الأهلي عنده تشكيلين كاملين مش هنقول تشكيل أساسي وتشكيل احتياطي لأنه الأهلي فيه 25 لعيب كلهم تقريبا مستوى متقارب بالنشي بتاعتها يوصل لأكتر من 30 كم لأكتر من 30 لكن هننتصور أنه لا فيه تشكيلة من اللعيبة النتجة المهمة اللي كانت أساسية من أشهر قليلة ومستوى تراجع شوية أو حصل لها إصابة وبترجع نقدرire التشكيل التاني مقابل تشكيل الأولين وكلهما تشكيلين قويين قادرين على الأداء في أي بطولة أنه الأهلي يقسم المتشوات المهمة هذه حالة خاصة جداً مع المتشوات التي هي الكاس والصوبر والمتشوات التي هي زات المرتفعة والتنفسية العالية جداً في الدور العام في الدور العام هذه التشكيل الأولين اللعبة اللي هي مش مسألة أساسية وحتياطية لكن الأجهز فنياً الأجهز بدنية اللي راجعين اللي هم غير مرهقين ده يلعبوا المتشاط الأساسية و30% من المتشاط اللي هي المتشاط الأقل تنافسية سواء في خصوصاً في الدور العام يلعبها التشكيل البديل ميزة الترحة ده غير التدوير إنه أولاً بيحصل عندك التدوير كامل بيبقى فيها على الراحة كاملة وصنع في المتشاط اللي هي الأسبوع اللي بقى فيه ماتشين يعني 14 اللي جاي مثلاً و17 يستحيل اللاعب إنه يحصلوا استشفاء ويبقى عنده جاهزية حتى نفسية أو بدنية إنه يلعب الماتش التاني وعنده ماتش مع الرجاء بعد أربعة أيام فمش يبقى التدوير ما بيديش الاستشفاء الكامل ولا الراحة الكاملة وفي نفس الوقت عملية التدوير والخلخلة دي بتعمل لعبة ما بيبقاش في مشتوى الفورمة ما بيديش فصل التناغم لكن تصور إنه لو فيه تشكيل فد المستمر بيلعب مع بعضه ل11 بيلعبه كل المتشاط بيلعبه مع بعض هما نفسهم التشكيل التاني هيبقى أكثر تجانسر حتى من التشكيل الأولاني ويؤدي المهمة بكفاءة كاملة وفي كل تشكيل منهم يعني إذا 11 بيلعبه بتاخد التسعة احتياطيين من الفريق التاني هيلعب منهم خمس وعندما يلعب الفريق التاني هتاخد خمسة من الفريق الأولاني هما يبقوا احتياطي في هذا الفضل الماتش ما يحصلش فصل ولو أنت جيت في ماتش صعب هيبقى عنده خمسة من التشكيل الأساسي اللي هما العالين جدا هيلزلوا هيؤدوا المهمة هي رؤية فلسفية جريئة للي زي حالتنا اللي بنعوم من على الشط لكن ربما يكون فيها وجهة نظر حقيقية إنك عايز تخلق التنفسية وعايز تخلق الراحة أنا بلعب النهاردة بالزبط وغير يلعب بعدية باربعة يام أكون أنا ارتحت ورجع تاخد منه وهكذا وهكذا وفي مرونة إنه التشكيل الأول ممكن يخشه بعض الناس الأكثر تقلقهم في التشكيل التاني وهو من يصاب أو من يتراجع مستواه النسبي نسبيا يخس التشكيل يعني عملية طبعا ويخش التشكيل التاني وبمرونة شديدة بشكل أواخر لأنه أنا فيه لعبة في الأهلي أنا بشعر بالإشفاق عليهم يعني اللعب زي علي معلول وهو قيمة كبيرة في الرقم الصعب سافر لعب معلقاتشي على الأهل على التوالي سافر السودان لعب ماتشين كاملين ورجع لعب الثلاث ماتشات اللي فاتوا ولسه هيلعب ويلعب ويلعب وفي حالة خروجه من اللعب بتلاقيه فيه مشكلة حقيقية فأنا محمد عبد المنا معكي عبتن الشرناوي لعبك أسرين تشعر بالإشفاق عليهم من كتر المباراة الأخيرة حتى مع المحلة بيينت إنه لا يقدر يبقى فيه عناصر كاملة يعني علي لطفي طم من الناس على حراسة المرمى خلي دعب تلفتاح بديل خلي دعب فتاح بديل لهاني خليتنا أسألك سؤال شيء بشيء يذكر يعني انتقلات الشتوية دخل أربع عناصر ونقص عنصر واحد بس لظروف كلنا اتكلمنا فيها كتير اللي هو المهاجب والبعض يركز إن هي دي الصفقة اللي كان ينبغي أنت تتموا الباقي دول لكن نكتشف إن الأربع صفقات دول بيؤدوا دور كيف أطرأ أولا لا في صفقتين بالذات يعني خالد عبد الفتاح صد فراغ كبير فراغ فعلا قائم طيب مراوة حنيجي للرؤية الفنية لكن عطفا بقى على ماذا يجب على الأهل أن يفعل حيال البيان الصادرة عن نادي الهلال ورؤية أيضا مختلفة عنه معنا الكاتب الصحف الكبير الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ أستاذ عماد مساء الخير تحياتي وتحيات المهندس عدلي والأستاذ صلاح سالم أستاذ عماد أيوة بساء الخير أستاذ عماد بساء الخير أفن تحياتي وتحياتي المهندس عدلي القيعي والأستاذ صلاح سالم يا أهلا بكم جميعا وكل الثاني والطيبين أستاذ عماد أنت كتبت مقالتين في الشروق النهاردة وإمبارح عن بيان نادي الهلال وماذا على الأهل أن يفعل يريد تقول لنا فكرة المقالتين ورؤيتك لما حدث فكرة المقالتين باختصار هم ثلاث مقالات لأننا كتبت مقال كمان عن ما نصب أن المهين الأهل أتفت ضد مدرسة الداخلية فكانوا ثلاث مقالات متواجهين فاستدوى الرئيس كهم منهم ما نصب إلى مهين الأهل ما أتفت تفاتع ضد سريع الهلال هو أمر غير فعيح بالمرة أنا كما تعلم أخي مرهيب نقل رياضي وأنا مستقصف لكن مجرد يعني يستحب الفورة وطبعا زمال ساري كما تعلم لكن الكلام اللي تقالت عن المصد ده وخصوصا بيان الهلال حاجة في مدرسة خطورة نادي الهلال السوداني هو نادي كميل ونادي رقم واحد تحريبا مع المريخ السودان بعد الهدينة قال أن جمهير الأهل هتفت ضد الفريق عبارات فيها صفحة عنصرية سألت أكثر من حد من اللي حضروا المصد وحتى أن تكونوا مش أهلاوية يعني أدفت أنكاروا هذا الهلال إنكار تيام وبالتالي رأيت أن البيان اللي صلعوا هذا هو بيان يتجاوز الرياضة بالتجميل يعني نعلم كميع بكل الأنبياء تصد أن ديها سيارة في أكثر متكافحة في الجدل فيما فيه مناسبات سياضية وحتى سيئة من الفلس هنا أو الهدين المناخ لكن طالما الأمر تيصار الفورة فميش مشكلة الأمر هنا تداوز الفورة إلى محاولة خبيثة جدا بضرب علاقة بين البلدين هي تعالي أساسا من مشاكل قديمة ومتكددة وبالتالي مثلا يعني بتنسل أن أنا عد الأمر بالتجميل بالتجميل وكشفت أنه يقفلنا أنه ناخد بالله أنه البيان اللي صلع من نادي الهلال سيئة سطورة وعلينا نحن نرد عليه كل الصورة وكل طرف يقدر يرد في مجاله من أول النادي الأهدي برورة برورة التسجعين للأنزية المصرية نهاية بالدولة المصرية ومزارة المصرية يفعل ذلك لأنه كورة الأضية عاول الطبيب وكما نعلم فيه أقراف كثيرة جدا من المصرية اللي دا يحدث سوفنا بوضوح أسيوبيا وشوفنا حسابات أسيوبية كثيرة بتنفخ في النار وفي الفتنة وطول الحق المصريين بيشتموا السودانيين في كثار في القرية دا في مرتاحة خطورة خصوصا نحن عندنا مشاكل مع أسيوبيا في صد النهضة من المصرحاتنا للشعب السودان والسودان الرسمية والشعبية الطمعانة فعلينا أن نقرأ بيان الكلاب في إطار كراءات متعددة مش مجرد فريق الغلب وبيتحاول يعني يبرر قدام جماهيره سبب هذه الهديثة يعني وصل الأمر يعني تأكيدا على ملحظتك أنه عايزين نعمل اجتماع لرؤساء اللانديل الأفريقية في أسيوبيا لا مش بس نعمل اجتماع ديال إحنا هنعمل جولة بيان الهلاب في الدول الأفريقية عشان نعودهم هذا الخريف هو طبعا إحنا مش بنصير هذا الأمر عشان نجمع حاجات ساخنة بالعكس عشان نوضع عشان نقول عايزين نتجاوز هذا الأمر إزاي ونعالجه إزاي رجي عشارة إيه لابان وزارة الداخلية اكتشفت التلاعب فيما هو منسوب من فيديوهات للنادي اللي قال بيوسيق لوزارة الداخلية فالأمر ما هوش كورة يعني طبعا مش كورة لأنه الكورة هي تقريبا التلميناسية الأهم والتواصل بين الناس فبالتالي أسهل طريقة لي تحقيق ما أعرف السياسة تحقيق اجتماع ان احنا نعمل كل واحد جهد في إيطاره انا اتطور النادي الأهل مهم جدا يطلع بيان واضح ومهم جدا ليتواصل مع الأنسية الأفريقية كلها ويقول لهم كل ما نسب بادية من هذا الأمر مش صحيح تاريخ الأهل والسمالك والفرق المصرية كلها مع الفرق الأفريقية من اختلف من التنافس لكن في النهاية لم يعني يزبط على فرق مصرية انها مرضت أي سلوك عنصوري ضد الفرق الأفريقية بالعكس يعني يمكن الأهل ليه السرط فيه سكر انه يجي مدار الأفريق هي المرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية ليجي مدار الأفريقي الأهل والدمال في كل الفرق عندهم عائلة أفريقية لهم كل الصحية والتأخذين كل الوقت لكن كمع السنان احنا نحتاجين جهد كبير مش بس النادر أهلي لأنه النادر أهلي اعترف واحد والعلاقة مع السنان متعددة ومتشحبة هدف الرئيسي أن نحافظ على السنان الشقيق والحبيب وكل العلاقات الجيدة وننبه أن هناك قوة بعض القوة في السنان الشقيق تعمل بداء على تأتيم الوضع بين مصر والسنان وماذا عن البعض اللي عادتك بتقول عايزين كلنا نساعد على تجاوز هذا الأمر ويعني الغاء هذا الاحتقان بأن احنا نتوحد في رفضه لكن كيف يصدر البيان ونهدي الهلال المتواجد على الأرض المصرية وفي كل هذا الكلام وتجد من التلميحات لبعض من هم الأطراف بعض الأطراف هنا في مصر بتؤجج في هذا الاتجاه نعمل ايه في الحكاية دي وما هو المطلوب على فكرة يعني لما يكون بقى المسؤول مش عايز يكون مسؤول يتعمل ايه المسألة باختصار قولا واحدا يعني من حق الأندية المصرية أن تتنافذ كما تشاء أن تتلافذ يعني يعني احباضي على ده من المخيادات والمراسنات في طر الرياضة عادي أنا بالمناسبة يعني كل ما الأهلي بتتصل ببريم من إيه بقصع فيه بريم بيعمل العكس تخريضا بعمل كتير ده أنت بتتقطع فيك كتير الحقيقة محدش بيتابطب عليك غير يا يا عماد لكن يعني ده مسبوح وبنسوف الثاني يوم بصف اللاهلي والزمالك بيرعبوا مع أي فالية حدي للغلب الناس كلها صبيعي لكن أن يتحول الأمر إلى ترويه لبيان الهلال ده قولا المحيدة المبقود وغير نسؤول وغير وطن بالمرة المسألة دي ما لا يجعله بأهلي الجمالك ولا أهلي والسلحين ولا أي فرق ده مسألة متعجزة بيه مصر كلها بشكورة خاصة وبالتالي يعني أظن أنه يعني هو بيجباء لكل المجليز حتى اللي بعمله ده في حسنينية ما ينفعش المكايزات في هذا المكان يعني ده أمر لا ينفع أن يتم لو حد عمر في حسنينية عليه أن يتوقف لأن يا أخوان دي مش كورة خالص دي مسألة تتجاوز بكورة بمراحل لهد علاقة وصيخة بالمصر والسلح علاقة كانت يعني كانت وصيدة كنا دولة كنا دولة واحدة حتى سنة 1956 وفي حسن سياس موجودة في التاريخ وحاجات وفي قوة في السودان لإدارة تمنى الخير لمصر فعلينا نحاصر هذه الخلة ونعزل من الوشائق المستركة ونبذل كل قوة للإستميل هذا تمام يا أستاذ عماد شكرا جزيلا على هذه الرؤية الواضحة عبر ثلاث مقالات مهمة شكرا جزيلا للكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق سلاح عماد حسين أشار لجزئية أخرى الطرف التالت أن تبقى في حسابات على السوشيال ميديا أسيوبية تنفق في هذا الموضوع مش بس أسيوبية وداخل مصر تحديدا للتصوير الأمر بهذه البشاعة الطرف التالت دائما هتلاقي موجود مش بس أطراف أسيوبية ومكن تكون أطراف في السودان لها ميول معادية تحت تأثير إديولوجي أو انتماء ديني ما ده وارد لكن الشرارة دائما تنطلق من البيت يعني من صاحب البيت إذا أطلقت الشرارة فلا تسأل من يرعيها لأن الشرارة انطلقت من مسؤول إذا هذه الشرارة تتوسع وتلتهب جهود آخرين لكن رجب أن تحاسب المسؤول وانت تصرف ونحن على مشارف العيب يعني فاضل ديتين عايزك توجه بقى الحل في كابسولة كده الحل في المال شادة الحل لألك مؤسسة محترفة ومحترمة بتصدر بيان طرد وأنا لو أنا مطرح اللي بتصرف كمسؤول في الأهلي أنا أجمع الفيديوهات وهشتك الهل للسوداني أنا سهشتك الهل السوداني أنا اللي هجم واشتكه طالما عندي مسببات لأنه أشتك الهل السوداني أشتك الهل للسوداني حتى يتبين الحق وكيف يمكن لكل الأطراف أن تتجاوز الأمر المسألة هنا فيه شق قانوني وشق ثقافي هي بمجرد عبور المباراة لكنه أنا مع التزام الحق القانوني أولا ثم تأتي الأيام لتعارج المسائل النفسية والثقافية لأنه وعموما أنا نتصور أنه السودان في حالة غليان تشبه مع ما عشناه بعد 2011 لمدة 3 أو 4 سنوات الأمر غير مستقر فيه انقسامات فيه حالات فيه سرات نفسية فيه رغبة في الغضب وإلقاء المسؤوليات هذه يعني حالة توتر وقلق عشها المجتمع السوداني في العموم وأنا أظن أنه إدارة نادي الهلال وهي تقوم بهذه البيان تقاطب جمهورها أكثر ما تقاطب الأهلي وتقصد أنه تبرئة نفسها أكثر ما تقصد تحقيق الحقيقة يعني بلغة الحقيقة أو تحقيق العدالة هي بتقلب جمهورها علشان تبرئ مسؤوليتها لكنه طالما هم بتقدموا بشك والأهلي أنا معنى الأهلي يضمن حقه ويشتكي هو أصل الهلال لعشان فيه قواع آه طبعا قواعات قانونية وحتى تنبالج الحقيقة أما المسائل النفسية والثقافية فالأيام كفيلة بها ده كلام مهم جدا الأهلي تأهلوا موجهته مع الرجاء أخيرا لأنه برضو هنري يعني أكمل الكلمة دي أنه صفقات الشتاء يعني أنا في صفقتين خالد عبد الفتاح وأنا شديد لسعادة بهم لكن الجمهور اللي بيعيب على الإدارة أنها لم تأتي بمهاجم أنا واحد من الجمهور دي بشمونتس مع احترامي أنا واحد أنا زعلان جدا أنه مجهش مهاجم أيها حييجي بس مش معنا كده أنه مجهش ما فيش حاجة بتتعامل هي دي اللقطة لا 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 اتعامل كتير والأهلي مؤسسة كبيرة ومحترمة لكنه جمهور الأهلي أنه يرغب في الكمال في الكمال طبعا يرغب في الطواق والأهلي يستطيع ويستحق ويقدر ويقدر يجيب مهاجم كويس أنا بلاحظ اسمح لي في هذه الجملة يعني أنه الأهلي مؤسسة جميلة جدا وعريقة جدا ونجحة جدا لكنه أحيانا في بعض الدوائر بيبدوني أنه من كتر حالة التأسيس من كتر المؤسسية فيه إفراط لدرجة أنه بقى فيه تؤسقل في الحركة تتحول المؤسسة للكتر عمقها ورسخها إلى حالة بيروقراطية فيه حتة في الأهلي أنا أطالب أنه بدل اللجان المتعددة يبقى فيه مدير رياضي ناجح وزكي وفيه أسماء في الأهلي أسماء كثيرة تستطيع أن تلعب هذا الدور هذا المدير الإداري الزكي الناجح اللي كان لعب كرة قديمة وعنده عين حلوة يقدر يتحرك بسهولة وبيوسر ويقتنس صفقات ويحط إيهنه بشكل أفضل على لعيبة أفضل من لجان كتير بتاخد شكل مؤسسات لكنها بتسقل الحركة وتبطئها شديد الأهمية للنادي الأهلي من بوء الأسد بعد ما يروحوا أندية تانية وبعد ما يوقعوا في أندية تانية طبعا أيام الشباب لما كنت بتلعب وبتجول في الملعب الحالة الحالة دي لازم حد بديل يلعب الدور وحد يكون يبقى فني وعنده العين يا فندم الأهلي الأهلي يتغذ من الإجراءات الاحترافية على المستوى الإداري والعلمي هتيجي مبسوط كتير وإذن الله بسم بسمعوا فيه بواتر الأمر التاني اللي أنا إذا أحضت عليه إثبت ولا يعجبني إنه منتج قطاع الناشئين في الأهلي قطاع الناشئين في الأهلي المدربين المدارئ المراحل السنية الصغيرة مش بالكفاءة المطلوبة مفهوم مش أسماء لامعة زي الجيل اللي طلع مثلا جيل 97 كابتن بادر رجب ومقاب نحتاج إلى قطاع ناشئين له جدوى وله عائد نحتاج إلى أسماء كبيرة يعني التصور إنه اللعبة الصغيرة يدربهم مدربين نصصاعدين أو مدربين صغيرين ده تصور خطأ للأهلي اللعبة الصغيرة دي عشان يتعلموا صح تجين مدربين كبار كان عندنا أجيال زمان من 10 سنين بس في قطاع الناشئين كانوا هالين ويطلعوا لعبة نجوم ومنه بعض الأسماء أنتوا تعرفوه أنا مش عايز أجل أجل أسماء عشان ما أفرد خاش لكن القطاع ده لازم يعاد النظر فيه عشان يبقى منتج قوي للفريق الأول لأن الأهلي يستحق قطاع ناشئين قوي ومنتج ويستحق صفقات قوية ومن المحترفين فعالة لأنه مش لأهلي لأنه مش هيصعد بمساءة الهلال ولأنه الأهلي يلعجب الرجاء ويمكن يلعب سوندونز تاني وتشعر في لحظة بشمهندس أنه وجود مهاجم قوي كان مهم جدا وكان يبقى فعال جدا وهيبقى مؤسس كلنا بإذن الله نعمل على هذا بس الخلاف الزغير إنما لا يدرك كله لا يترك كله بالتأكيد وأنت بتيجي في لحظة ما السياق ما كانش يستساقل في الحركة بالعكس إنما حصل مهاجم وجيه فشل طبي التاني حصل مش عارف إيه يعني ولو انسقنا ورا فكرة يا مهاجم يا بلاش ما كناش هنجيب صفقتين من الصفقات الأربعة اللي جات أنت بدور على زي ما تكون إنت بداخل في امتحان في سؤالين إجباريين واربعة اختياريين لو ضيعت وقتك في السؤالين الإجباريين مش هتجاوب الأربعة لو تعصرت في واحد فبتجاوب وترجع للسؤال قولا واحد نختتم قولا واحد مش هتاخد مني وعدة على الهوى على فكرة قولا واحد لو أنه فيه 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 فشل في المؤسسة أو ما كناش وصلنا إنها عندنا عشر بطولات دور أبطال أفريقيا لكن لأنه الأهل جمهور أهل ويرغب في الكمال والاكتمال عايز 11 وعايز نكسر رقم القياس يبقى 3 دور أبطال أفريقيا معا فهو ده جمهور الأهل وده دايما أنا أقول أن الأهل يقاس بنفسه مش لأنه غير وخات خمسة وما خاتش الأهل الأهل دائما يقاس بنفسه مرجعيته هي تاريخه ينافس نفسه ولديه رغبة دائما أنه يتجاوز نفسه وأنه يكسر أرقامه الزاتية الأهل يقاس بنفسه هذه كانت خلاصة هذه الرؤية العميقة والمختلفة من المفكر والكاتب الصحفي الأستاذ صلاح سالم كنا سعدامي وهلا وشديد وأنا سعيد بكم وكل سعيد ومتطيبين شكرا جزيلا لحضراتكم وغدا أسرة جديدة والأهل في رمضان